اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والفترة الاخيرة دي بنتكلم مثلا 30 او 40 او يمكن 50 سنة اللي فاتوا حصل نوع من shift او تغيير في الشكل وفي النسيج في النظام العلامي اللي موجود دلوقتي وبالاخص في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والتغيير ده اتجاه ناحية حاجة اسمها الفكر التكسيدي الجسديا يعني التكسيدي ان احنا بقنا بنجسد كل حاجة قدامنا كل معلومة بتجلنا بنحاول نحطها في physical forms فحاجة جسدية على حساب الاسسنس او على حساب الروح بتاعها فبقنا مهتمين بالشكل اكثر من المعنى الحقيقي او الفلسفة وراء الابتك ده او وراء البرودك ده مع الوقت ومع ظهور زمن العالمة الاجتماعي واصلاحات الاجتصادية التانية زي مثلا new liberalism او ما بيسموها الشكل الجديد الليبرالية اتطور الفكر التكسيدي ده الليه التفكير المادي او الليبهار ايه حاجة اسمها الفكر الايه الفكر الليبهار او انا بحب اسميها الليبهار الجماعي collective spectacle ان بقى عندك مجتمع دلوقتي اتخلق مبني انه هو ينبهر بحاجة وده بقى global methodology او بقى منهج عالمي شامل هو بيتبع ان مش بس ان الحاجة دي تجيب فلوس بس الحاجة دي بقت مخطوطة في ايد شخص او مجموعة من الاشخاص وبيبقوا يعني متحكمين في شكلها متحكمين في البروستس بتاعها متحكمين في المنهجية بتاعتها ومش بس كده متحكمين كمان في مفهوم الناس للحاجة دي طيب بالتوازي مع الكلام ده ظهر تاريخ عمل لنا ازمة نفسية كده هو تاريخ عشرين خمسين التاريخ ده بيقول انه ناس كتير طبعا يعني مش بحتاج ان انا عود اعيد نفس الكلام اللي بيتقال في يعني ومشاكل مشاعفية وإلاخ إلاخ إلاخ ده هدلوقتي حصل نوع من الكونفلكت او من الازمة ان بقى عندك عمارة او بقى عندك منتج رايح نحية الشكل والابهار ومش رايح نحية الانسانية وعشان كده بيظهر نوع من المعمارين اللي اسموهم الستاركتكس او المعماري النجم او اللامع يعني وكل ده بيظهر بشكل تدريجي في السوق زي ما احنا بنشوف وكمان في التعليم مع الطلبة ومع طريقة تفكيرهم ومع طريقة التدريس بتاعها في الاركيتكش ستوديوز يعني ده موضوع كبير قوي ومش جديد واحنا مش هنبقى اول ناس ولا اخر ناس هنتكلم عنه بس حبينا نصلط الدوء على الموضوع ده بالشكل مختلف شوية بزاوية مختلفة شوية حبينا نشوف موضوع المسابقات المعمرية وازاي المسابقات بتحاول يعني تتبنى فكر معين فكر اجتماعي بحيث ان احنا نطلع او المعمرين يطلعوا منتج يخدم المجتمع على اساس ان المسابقات المعمرية في بعض الاحيان بتتبنى العملية الديمقراطية في التصميم بمعنى ان في مشاركة بين المعمري والاهالي او اللوكول يوسر هل في ديمقراطية حالا؟ هل المسابقات المعمرية بتلبي الاحتياجات الاجتماعية في عصرنا الحالي؟ ده ده المعمرية حصل على المجستير في العمارة من جامعة بولي تكنيكا ودي ملانو في ايطاليا شارك بالعديد من المسابقات المحلية والعالمية وحصل على العديد من الجوائز اهمهم يمكن هي الجائزة التشجيعية في مسابقة زانس بيانالي لسنة 2020 وكمان الجائزة التشجيعية في مسابقة تصميم المايدين بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو دلوقتي بيعمل استشاري بشركة محرم بخون في مشروع صادق بالتجمع الخامس أهلا ميك يا بش مهندس أحمد أهلا وسلم بيك أهلا بحضر معنا برضو بش مهندس محمد زكي مهندس معماري حاصل على العديد من الجوائز المحلية وشارك بالعديد من المستبقات الدولية كمان وهو دلوقتي بيشتغل في شركة دي أم أي للاستشارات الهندسية في قسم وكمان بيعمل كبحث في معهد القاهرة للهندسة أهلا بيك بش مهندس محمد زكي أهلا وسلم بك منورنا الحقيقة يعني أنا بصراحة يعني يعني مبسوط جدا بش مهندسين معنا النهاردة وأنا متشوق جدا وعرف أراءهم موضوع زي ده أحب بس أوضح أن الندوة دي بيتعمل لها live streaming على الفيسبوك دلوتي فاللي مش عارف يخش ممكن يتابعنا من على الفيسبوك برضو الموضوع هيمشي كالتالي أنا هسأل أسئلة هطرح أسئلة على البش مهندسين لينا وقت معين هنخلص في الأسئلة وبعد كده في الآخر هيبقى فيه فرصة أن احنا ناخد أسئلة من الحاضرين بالأول أحب أن كل واحد من بش مهندس الحمد وبش مهندس محمد أنه يتكلم عن شغله وعن المشاريع اللي دخلها والمشاريع اللي يشتغل عليها ويدي رأيه فيها وفي الندوة بشكل عام نبتدي الأول بش مهندس أحمد بش مهندس بشياءاتنا وفي المسابقات وفي المسابقات وكيف المسابقات يباليها دور كبير خاصة أنني بدأت أن أشتغل في المسابقات من من إيران وفي المسابقات ده هو الفكر كله أنه رايح نحية أن في حاجات تانية أنت تبصيلها أثناء يعني أنت تبصيلها بعيدا كل المدع عن أن أنت تطلع حاجة طبعا شكلها كويس وكل حاجة بس الفكرة لها المسببات والمسببات دي يمكن بنلاقي أن المعمار اليومين دول بقاش بيبصيلها بشكل كبير ما بيبصش يعني ممكن المعمار يتعامل مع الشكل أنه عايز بس اللي هو إيه زي عندنا في مصر في معظم المشاريع اللي أنا اشتغلت فيها كونسولتنت أو كونتكتور في مشاريع كتير بيطوم بس أن أنا بقوم مبنى عشان نجيب فلوس من وراه عشان نقدر يبيع للمالك والمالك يقدر يبيع للناس ثانية سواء في الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة لكن اكتشفت أن المشاريع المجلستير دوت لما روحت وإعادة دنائقه وده اللي هنتكلم بالتفصيل عليه النهاردة لقيت ان الموضوع يعني فيه أبعاد تانية هي دي الأبعاد اللي احنا تقريبا جايين نتكلم عليها أنا وطاهر ومحمد بس كده هو دوت كان ملخص للموضوع اللي أنا يعني عشته خلال التجربة المعمالية بتاعت وبالذات في المسابقات المعمالية تمام شكرا يا بشمونت محمد محمد الميت عمد انت ميوت عمل ميوت شكرا شكرا أطير على المقدمة الجميلة ديت وشكرا لبن قريبي على تنظيم الجميل ده هو يعني مشكلة العمارة والنها حاليا تتجه اتجاه بعيد شوية عن الناس وعن احتاجات المنطقة وعن احتاجات الناس ده أثر بشكل سلبي علينا كمجتمعات وكوية ده اللي احنا شايفينه في أرض الواقع يعني فالواحد بيقعد يحاول من بداية هو مثلا اي مشروع اي حاجة يخشها يشوف الناس عايزة ايه او ايه الطلبات بتاعتها ايه محتاجينها بحيث ان المشروع يتكون علشان هم وده حاولت عمله في مجرى العيون ومسابقات اللي كنا بنخشها عامة فيه برضو مسابقة مدرسة السنغال وازاي بدأنا نخلق مع التيم منطقة تبقى تشاريهم وتعلمهم حرف معينة وتعلمهم وتعلمهم اللوكال بتاعتهم بحيث ان هما يبنوها ويتطوروا فيها ولو حابوا يبنوا في زيستانية يبنوها تبقى حاجة خدمية للناس اكتر من انها تبقى حاجة ابهار او يعني زي حاجة مثلا ايه تنظر المجتمع وتكون حاجة تضادل من المجتمع فان شاء الله تجربتين تجربة مجرى العيون في مصر وازاي الواحد نزل لعمل في المكان وسأل الناس لمدة هما محتاجين ايه بالزبط وده حاولنا نبينه في المشروع ومدرسة السنغال ازاي بدأنا نبرز الطلبات اللي هما محتاجينها هناك في المدرسة شكرا يا بشمون سحمد طبعا يعني احنا من من خلال النادوة دي هنحب برضو ان احنا ايه ان نتعرف على المشاريع والمسابقات اللي اشتخلتوا فيها بالتفصيل فحنطرح عليكم اسئلة وممكن انتوا يعني تتدوا توروا للناس وتشاركوا معهم تجربة بتاعتكوا في المشاريع فحبب ابتدي معاك يا بشمهندس محمد بالمشروع بتاع مجرى العيون وتكتلي تتكلم تقول لي مثلا يعني من خلال تجربتك كده شايف ايه دور المعماري في المجتمع وايه معنا كلمة اساساً او العمارة الاجتماعية تمام يعني خلينا كده نتكلم عن مجرى العيون وازاي التجربة دي احنا بدأنا ندور عن احتياجات الناس ويكون المشروع لأساسه ففي البداية مجرى العيون هي منطقة تاريخية بيعدي فيها صور مجرى العيون عند منطقة مصر القديمة في فم الخليج كان الهدف من المشروع ان ازاي نرفع من قيمة المكان اقتصادياً ومكانياً مع الاهتمام بالناس يعني بالناس ازاي هما محتاجين ايه وده على اساسه هيكون المشروع يعني مش نتغاضع نتغاضع عنهم يعني فبدأنا اول حاجة ننزل نعمل نشوف هما ايه سايت الاماكن القوى اللي في المكان الفترات اللي عدت عليها تاريخياً زي فترة صلاح الدين المماليك العثمانيين الفترة الفرنسية شوفنا المنطقة ايه اللي هما محتاجينها من من ويهما الهيمنة اللي موجودة هما هناك عندهم مناطق ورش كتير مع رسيدنشل الحالية عامل ازاي المباني المتيريال بتاعتهم انهم بيستخدموا الكونكريت والكونكريت مع المعطوب والوود والستييل المواصلات هناك اللي بيوصل للمنطقة فهم عندهم مترو وعندهم العربيات المكروبوسات والتوكتوك يعني مكان كويس ان هو ممكن يوصل له اي حاجة من اي حطة في مصر وبيعدي فيه اهم الشوارع في مصر وبعدين شوفنا الاربان فابريك في المكان فهو عامل زي التوسعة اللي هي انفورمال ان الناس كل واحد بيبني جنب جاره جنب صاحبه جنب العيلة يعني بحيث ان هي التكوين بتكون درسنا المنطقة من حيث الكنتور وطبيعة الارض وازاي ان كان فيه مشكلة صرف الكيميائي بتاع الجلود اثر على تربة في منطقة معينة فكان من ضمن المشاكل اللي عندنا ازاي ممكن نحافظ على الحرف الموجودة مع الحفاظ على البيئة المحيطة او التربة الموجودة في المنطقة درسنا ايه المطلوب في المنطقة انها تدقي ايه محتاجين من السياح او من الوكال او من الناس الوكال في المنطقة وخاصة ان هناك بيحصل احتفالات دينية في مسجد حسن الانور لما يحصل مولد لمدة سبعة ايام عملنا ريتنج للبوبوليشن سكان درسنا الاناليسيز للحياة يومية بتاعتهم وشفنا هما مثلا فيه ايه حاجات بيحتفلوا بيها دايما زي مثلا مولود جديد بالعيلة حد بيتجوز جديد حد بيتجهز له حد ب المسجد حسن الانور لما بيكون فيه احتفال ديني فهو بيوصل لحد هناك من مسجد سيدة نفيس لحد هناك فكل ده كأنه طريق ازاي ديني ثقافي انه بيتكون في المكان برضو ازاي الاهتمام باللوكال كرافت اللي موجود في المكان من حس الجلود واننا نحافظ على الحرفة الموجودة من غير ما اننا ننسرها او نبعدها عن المكان لانها في المكان برضو في صناعة النحاس هناك والخشب والحاجات دي ممكن تتطور انها تطلع برودكت انه ممكن يتبع بسرعة بصينا برضو في البروجيكت ابروش للناس وازاي ممكن ان نشوف احتياجاتهم ازاي نرفع من قيمة الاقتصادية بتاعت المكان وقيمة الاقتصادية بتاعتهم انهم يكسبوا من المشروع ما يكون حملة عليهم الكلتش انهم يبقوا حاجة ثقافية توعيهم لان هناك فيه منتشر الجهل بصفة كبيرة ومن ضمن الحاجات ان ازاي نوعي الناس على المشروع هم هناك اصلا بيستخدموا المشروع بالمشروع المشروع معظم الحاجات في البيوت في الوجهات الممنى من المشروع وده ودنا للكونسبت اللي احنا عايزين نفكر فيه مع اللي احنا شايفين في المكان فكون لنا مشروع ازاي هو خدمي للمكان فتكون منطقة ووتر فرونت ازاي المنطقة جنب النيل عند فم الخليق ازاي المكان ده يبقى يتخلق فيه مشروع فيه زي ووتر تاكسي انه هو ياخد الناس يوديهم للمشروع يتكون في مدخل المشروع بزرات انه يبدأ يتشد الناس واللوكال كرافت انها تتباع فيها الجزء اللي اخضر ده متقسمة ثلاثة زون صناعة البلود وصناعة الخشب وصناعة النحاس وبينهم بيحصل زي دمج ما بين صناعة وصناعة بحيث انه اول ما يروح يبقى منتج ينفع يتباع في البزارات الجزء الامامي اللي بص على الصور كله واماكن اندور واؤدور جاثرينج ومكتبة الناس بتقعد فيها مسجد في المنتصف كانوا محتاجين حاجة زي بتعمل لهم فند وحاجات للمكان هوتيل صغير بص ناحية الصور وجزء بيزنس لستارت أب انه يكون بيجمع الشركات الانشاء بحيث انه يحصل قيمة اقتصادية عالية ورابط المشروع من ناحية الصور مصار كاليتشار رود ومن قلب المشروع سوشيار رود وده ودول هنشرحهم في المشروع هو كان انك انت ازاي الفكرة بتروح من نود لنود 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 كل ما انت ماشي بتروح لمكان بتبقى انت باصص عايز تروح من المكان التاني عشان تجرب مختلفة وتعيش حاجة مختلفة في المكان في المكان عالي جدا يعني فيه من النيل وفيه متر وعادة في المشروع وهي بيتعد على طول رئيسية فكل ده مكان اماكن قوة للمشروع تخلق لكل فراغ وكل زون بحيث ان كل مكان بيبقى فيه خاص به يعني كله فيه من ناحية الصور المكان اماكن البزارات فيها الناس بتبيع فيها يعني نفس الكلام في الوركشوب برضو بحيث ان هم يشتغلوا برضو في الاول دور برا الورشة والناس ممكن تيجي تقرب في الحرف الموجودة من بداية المشروع بيطلع لحد اخر نقطة في المشروع اللي هي البزنس او الهوتيل بحيث ان بقى فيه جود فيو للناس وهم عاديين هناك وانترأكشن لهم وانترأكشن لهم والمشروع يعني هو درس من ناحية الناس كلها اللي محتاجة بتروح بسرعة يعني اللي جايين عن نه نيل او جايين من شوائر ايزا بيتحركوا فكانت الدراسة اكتر مفصلة ان كل مبنى في المشروع يعني بيساعد المشروع بايه فالويتر فرونت مثلا ده حاجة مثلا انترأكت للناس اللي جايين وبيخلق حاجة جديدة الوركشوب او البزارات يعني فراغات متكونة نوتز بحيث ان كل فراغ لو هم عايزين يعرضوا حاجة برا بتتعرض اسرع من جوا في الوركشوب يعني كل زون للنحاس وزون للحديد وزون للخشب وبينهم اللي بيتكون برودكت ان هو يباع بسرعة الجزء اللي باصص ناحية الصور فيه open theater على الصور بيتعرض عليه حاجات وفي indoor theater وسينما ومكتبة واماكن لاجتماعات والناس انه بيكتمو مع بعض طيب احنا كنا عايزين نعمل ايه في المشروع عايزين فيه كم element احنا كنا بنحاول نوفرهم الانتر اكشن الامage الالسايكوليشن الالكسيبوليتي الفيزابيلتي الالكسيبوليتي الالكسيبوليتي الالكومفورت المود الالكباليتي السيفتي فالانتر اكشن احنا عاملين في المشروع كل حاجة كل مكان ليه انتر اكت غير التاني يعني في السوشيال رود انتر اكشن بيحصل فيه غير اللي بيحصل في الالكاليشار غير اللي بيحصل جوه البزارات غير اللي بيحصل جوه الوركشوب فبيدي مختلفة اللي بيزور الامage احنا بنحاول برضو نخلق حاجة للزائر او السائح لجي المكان انه بيترسخ في دماغه حاجة انه المكان دوت مثلا تاريخي وانه اثري وانه فيه حاجات فبيترسخ في دماغه معينة الفلكسبليتي سواء في البران انها بتكون او يعني في الوركشوب انها مثلا بيتصغر وتكبر على حسب احتياج الناس اللي فيها او الامتداد الافقي والرأس للمشروع الكمفور انه هو مكان بيحس انه فيه راحة ان الناس بيتيجي تقعد فيه ومبسوطة وانه بتاخد فيه مختلفة والمود اللي بيتكون لهم في المشروع حتى في الاضاءات سستينابلية بنحاول ازاي نوفر اكثر درجة ممكنة من الانيرجي والووتر في المشروع الواجهات اللي في المبنى حاولنا تبقى بتبقى ريفليكت لسوم مجرى العيون من نفس الماتيريال ما تكونش حاجة تضاد منها وتقمش مع المنطقة ودي رؤية عامة للمشروع الاختفة 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 هو عبارة عن منطقة مبين منطقة الاختفة ومبين الصور بيكون فيه زي اماكن عجل واماكن جاري وكلها زونز بتكون الناس بتعمل فيه نشاطات مختلفة زي مكتبة مفتوحة برا اعداد برا التيتر اللي موجود اللي بيتعارد زي ده تشو على فم الخليج انه يعرض حاجة معينة درسنا الـ لكل واحد داخل عايز يعمل ايه يعني مثلا اللي جاي اشتغل في الافيس محتاج مكان للاكسبو فعملنا مكان للاكسبو اللي جاي سائح عايز ايه اللي جاي عايز يلعب حاجة معينة بيلاقي مكان اللي جاي بالعجل اللي جاي باللوك اللي هما من اللوك المنطقة فكل ده ممكن ازاي يبقى موجود جوا المشروع ومع لاندس كابل موجود انه ما يكونش مأثر للصور كتاريخيا هو حاجات ناحية الصور مش بتشر مية كتير بعيدة عن الصور ممكن تتكون حاجات فيها بتعمل الضل للمشروع social route عبارة عن الفكرة بتاعته اللي احنا اخدناها احنا لما بتيجي عند صور مجرى العيون بتلاقي كل بيوت متكون زي خشب طالع كانوا بينشفوا فيه السمغ العربي فده كان فكرة inspired from يعني ده structure فتكون حاجة flexibility فيه انه بيطلع فوقيا ورأسيا ورابط قلب المشروع ببعض ومأكد المدخل بحيث انه ممكن يحصل فيه اي event طول الاسبوع سواء ممكن يبقى فيه يعني مثلا فيه يوم مثلا فيه سوق فبتكون فيه سوق ال social route دوت او حاجة بتتعرض فبيتكون حاجات مختلفة على طول الاسبوع بحيث انه يعني يخلي الرؤية يعني يخلي مثلا الناس عندهم رؤية مختلفة في المشروع وانهم يشوفوا المشروع كله من فوق وكان من ضمن الاهداف انه يكون جوه النود الاساسية حاجة بتعمل ضله في نفس الوقت يعني لما بينزل انطار او حاجة الجامعة تبقى فيه للمشروع دي كانت رؤيتنا لل before and after الموجود حاليا واللي احنا الواحد كان يتخيل كابدستري النجود وكان انتراكت للناس الفم الخليجة والنحية التانية مفوش الارش ديت يعني ممكن كان حتى يفرد حاجة يبقى تشغول الناس فدي كده المجرى العيوني المشروع التاني برضو كأكسيبريانس مختلفة او كفكرة مختلفة برضو كان احتياجات مختلفة تماما الموجودة في مصر وهي السنغال elementary school ودي دخلناها انا وتيم ايمن وعبر رحمن وعمر كان المطلوب من من نعمل زي مدرسة مش مدرسة 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 حرفية ومدرسة تعليمية وتبقى للناس فكان الهدف ان ازاي نخلق حاجة من ال ومن حاجة تكون لهم فالمنطقة في السنغال فالبلوت سايز 182 هتتكون فصول كل فاصل 64 متر ومبنى المدرسين بيباتوا فيه مكتبة وكورتيارد وفيه كانتين وهم كانوا طالبين مكان لتربيط ضيور فالمشروع متكون من كلاسس روم للناس بتتعلم فيها وكلاسس روم محرفية وكلاسس كلها بتتفتح على بعض في الكورت بحيث ان لو حصل حاجة اي اجتماع اي حاجة يبقى مفتوح على بعضه بالاضافة ان احنا فكرنا فكرة ان هو فيه زي بقر موجود في المكان فحرقنا الميا اللي بتنزل من الانطار في الكورت الحاد ما توصل للبئر بحيث انه يتم استغلاله للزائري من بره يعني هو متكون المشروع من كذا فيز فيز اولينية اللي هي التعليمية والفيز التانية اللي هي مع المكتبة والتعليم الحرفي حاولنا نعمل البيلدينج من 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 الاش هم بيستخدموا الاش كايزوليت للحرارة وكأنه بيجمع الانطار البمبو والكولمس من البمبو والحوائد كلها من الرمد ارس واستخدمنا في الفتحات الوودن والبمبو بحيث انها تكسر حدة الشمس في الاماكن الجنوبية البلان متكون من مكان تعليم الليرنينج زون والليرنينج زون دوت بنعرف نفتحه على الكورت بحيث انه ممكن لو حصل اي اجتماع وناس قاعدة هنا مثلا يتكون فيه زي الثياتر للقاعدين الاجتفتي زون اللي هو بيكون فيه نحية تعليمية مع الاجتفتي وترينيج زون اللي هم بيعلموا حرف معينة في المنطقة هم محتاجينها حركة الانطار اننا بمشي السقف انه بمشي بينزل المطر في مصارات جوه الكورت لحد ما يوصل لحد البقر عشان الناس برا تستخدموا وعملنا قاعدة تأهيل البقر اللي موجود في المكان وكل فاصل من الفصول ازاي درسنا حركة الرياح الجيدة فيه وانه تكسر حدة الشمس منه واستخدمنا الاستخدام الاساسي هو رامد ارس في البيض وكان الهدف من المشروع انه خلال يعني احنا اطرحنا انه خلال فترة الاسبوع يتكون حاجات بتحصل دايما يعني ممكن يكون مكان اجتماعات للأهل القرية ممكن يكون مكان تعليم حرف مثلا معينة كاسبوعيا بحيث بحيث ان هو دايما شغال بخدمة المجتمع وده يعني ده اللي احنا شفناه في المنطقة ان هما دول المحتاجين وهما اللي بيبنوا بأيديهم وحتى استخدمنا الفابريك بتاع الالوان بتاعتهم في ازاي نعمل الجيتس او الحاجات او في المبنى فكان ده سريع المشروعين مجرى ليونس يعني شكرا جدا يا بشمهندس محمد ويعني الشغل بصراحة يعني متميز جدا ويعني احب يعني اوضح انه من خلال المشاريع اللي عندك انت ممكن يكون عندك اتجاهين اتجاه السوشال او بمعنى صح او بمعنى ضق ال ال الهيرتاج او الهيرتاج اللي مش 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 فزيكال يعني ده بالنسبة المجرى العيوني انت عندك التاريخ وعندك الدين وعندك الكولتشر بيرعبوا دور كبير في المرحلة في التصميم عندك وفي الناحة التانية في السنغال عندك الموضوع بمور تكنيكل شوية انت بتخش في المتيريال في ازاي استخدام اللوكل المتيريال هو ده اللي بيشكل الالكسبرينت بتاعت الناس اللي بتستخدم الفراغ ده وبتستخدم المكان ده او الناس اللي عايش هناك بشكل عام صح صح بالضبط فهم كل واحد له تجربة مختلفة يعني في مجرى العيون الواحد ازاي فكر كسوشيال اكتر يعني وازاي ان المكان يكون خدمة للمجتمع كل واحد له طريقة خدمة مجتمع مختلف عن التاني يعني طبيعة السنغال غير طبيعة مصر بس هما الاثنين طريقين فعلا لخدمة المجتمع باختلاف الطرق يعني باختلاف الاساليب يعني من خلال المشاريع دي دايما بيطلع كلمة الهوية وكلمة الهوية يعني كبيرة قوي واتفرعت كتير جدا 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 في الفترة الاخيرة دي لدرجة نها بقت معقدة جدا محدش او يعني في الاغلبية بيبقى صعب ان الواحد يمسكها من ناحية واحدة لان بقى فيه تدخل كتير قوي ما بين المجالات المختلفة في فكرة الهوية وبالتوازن مع الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي فترة الالجلوباليزاشن او العلماء يعني ما بقاش فيه فكرة او البوردر لائنز بقيت بقيت بلوري خالح بمعنى انك تقول ان دي عمارة مصرية والعمارة صينية والعمارة هندية والعمارة واتبر ده صعب اول يعني ان باتخدام بقى فيه architecture features معينة بات معحدة بقى فيه universal منهجية زي ما كنا بنقول فالموضوع يعني بقى واخد حجم وبقى واخد level من complexity كتير اوي انا سؤالي دلوقتي موجه لبشمهندس احمد احب اعرف منك يا بشمهندس احمد ومن المشاير اللي اشتغلت عليها ازاي الناس اللي عايشة ليها او يعني بباليها طابع الهوية يعني بتؤثر على المنطقة اللي هم عايشين فيها وفي نفس الوقت ازاي المنطقة اللي هم عايشين فيها بتأثر على الناس اللي عايشة ازاي ده بيوفر ده الـ والعكس صحيح طيب هو انا بس حابب اتأكد ان الصورة السكريم عمولها شير صحة كده طيب تمام خلينا اقول لك طاهر بصراحة ان المساب اللي مفتوح بدامكم ديت اللي هي اللي هي بتاع مدينة دولة لتوانيا مدينة فيلينيوس المسابقة بالنسبة لي مكتش مسابقة على قد ما هي كانت رحلة اتعرضت فيها الحاجات كثير قوي منها انها كانت الجزء الاولاني منها اصلا انها كانت قصة بداية الماجستير بتاعتي وفكرت ان الدكاترا هناك لما بيجوا يتكلموا في حاجة كذا كان بيقول لك احنا مش نحن 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 ماجستير وده كانت تجربة بصراحة جديدة بالنسبة لي ان الدكتور نفسه يدي لطلباته كانت دكتورة ماريا جراتسي فولي كانت يعني دي جات مصر وتعاملت مع دول الاوروبية كتير كان من ضمن كلامها اللي هو انا ليا ادي لك مشروع طالما انت ممكن تحل مشكلة انا دي كانت اكثر حاجة عكباني في الموضوع كله انت انا بالنسبة لي عندي دلوقتي طلبة ماجستير ليه ما يبدأوش يحيلولي مشكلة حقيقية فلما ساعتها قالتلي انا عايز اكدأ تحل مشكلة انا دورت على مسابقات خاصة ان انا بقول ان انا بشتغل في موقات كير من ايام الكلية حتى اه فبدأت ان انا ادور على المسابقات وبدأت اشوف مشكلة حقيقية لقيت ان مشكلة بتاعت خاصة ان احنا كنا بندرس مادة اسمال البرفاشن اللي الحفاظ على التراث والحاجات دي فلما جيت اخد المادة دي حبيت انا اتعامل مع حاجة والحاجة دي ان هي تبقى فيها حفاظة على التراث وكده وبدأت ان انا دور على المسابقات اللي قدامي ولقيت ان احسن حاجة ممكن اشتغلها كانت مسابقة ليتوانيا ان هو تصميم ناشينال هاوس في تاورس هيل اللي هي اعلى نقطة في مدينة ديلينيوس ودو يعني اللي انتم شايفينه دو كان الريزلد بتاعه حبيب ان انا بس ان المسابقة دي كانت اللي قدامكم ديت كانت باشتراك تلاتاشر معماري من على مستوى العالم من دول مختلفة كانت اشتغلنا مع بعض عن طريق كل ميتينج ان الحمدل لما نطلع البرودكت ده اعايز اقول لكم نزاها حديد مكتب زاها حديد تطالع المركز الستة وتلاتين احنا كنا طالعين تقريبا المركز الاتنين وستين ادرنا ان احنا نحقق يعني مثلا كان فيه بتاع حوالي ربعمائة تيم شغالين معنا المشروع ده اتنشر في المجلات عالمية كتير فينا طلبت ان احنا نتكلم معاهم فليتوانيا هناك فجرت وكلمنا معاهم وقدرنا ان احنا نصل البرودكت ده انا تواصلت معاهم وبعت لهم البروجيكت وهما كانوا مبسطين جدا بالنموذج ده كان فيه نرد واتبعت لنا من جهة التحكم بس الفكرة كلها ان انا كنت حاب بقول قصة المشروع هو بعيدا ان المشروع بالماجستير بتاعي اختلف تماما ودوت اللي انا هشرحه لان المتابقة دي اللي انتو شايفين ها دي كان الموضوع بدأ فيها بال لان اللي انتو شايفين ودوت بالزبط هو اللي انا هفتحه بس ممكن تكبر تعملها فل سكرين اعملها فل سكرين طيب تمام كده اصطروا كده تمام طيب تمام دوت كانت تاورس هيل في التوانيا في في فيلينيوس كان المفروض المبنى القديم دوت كانوا هم طالبين مسابقة على مستوى المعمريين بتوى العالم كلهم خاصة شركات ويفضل كمان تبقى شركات لها سجلة جاري وبتاقى ضريبية زي نعارفين في اي مسابقة جبيرة اتطريت ان احنا نعمل بكل طرق ان احنا نحاول ان احنا نأسس حاجة زي كده وروحنا هناك وروحت لتوانيا وبدأت ان انا اظبط الاوراق انا والتين بتاعي عشان خاطر ان نقدر نوثق حاجة زي بتاع النقابة المهاجسين في مصر او المعمارين اللي معانا على مستوى العالم كلهم كانوا معانا من سوريا كان معانا من اوكرانيا كان معانا من روسيا كان معانا من ايطاليا نفسها اتنين معماريين من ايطاليا وكنا شغالين في المسابقة ده فحاولنا ان احنا نجمع الورق زي ما بقولك كده في الاول هي قصة القصة كانت جميلة قوي لذلك انها هي لقيت البيت وهنكلم بقى بحيط الهوية دلوقتي المبنى اللي قدامكم دوت كان المبنى القديم دوت هو كان بيرجع ايامه من زمان جدا ان ليه قصة ان الليتوانيين كانوا يعني كانوا جزء ان الاتحاد السوفيرتي كانت ليتوانيا ده جزء لا يتجزم من التحاد السوفيرتي وهم بالنسبة لهم ما كانوش مبسوطين اي دولة كانت منضمية يعني الاتحاد سوفيرتي كانت مضايقة من حيط ان هم منضمين لها وكانوا عايزين اي دولة سواء اوكرانيا الليتوانيا الدول دي كلها كانوا عايزين يحصلوا على الاندبندنس بتاحهم فهم حاولوا كتير ان هم يحصلوا على حاجة زي كده حد لم جي الليتوانيين لما جوم يفكروا اللي هم البلدية او الناس اللي هم المسؤولين عن المدينة عايزين يبدأوا يفكروا يعملوا حاجة ففكروا ان هم يعملوا مشروع اسمه الناشنال هاوس فالناشنال هاوس دوت انتهى بان السوفيوت يونيون قال لك لا احنا هنعمل لكم مكان واحنا اللي هنبقى رعاته واحنا اللي هنبقى مسكينه بس الفكرة ان انتم ممكن تتدمعوا فيه بس تحت رعايتنا فقاموا بالمشروع اللي انتم شايفينه دوت وفضل الموضوع ماشي على كده لحد لما الليتوانيا حصلت على الاندبندنس بتاعها ان هي خلاص بقت الوحدها بقت مدينة الوحدها بقى لها النشيد الوطني بتاعها بقى لها كل حاجة لوحدها فجوم بعد كده دلوقتي في الوقت الحالي قاعدوا يفتكروا كتير اللي هو احنا عايزين نرعى فكرة ان هو يأسسوا بيت اللي هو الناشنال هاوس ده تاني اللي هو البيت الوطني ده تاني اللي هو كانوا بيحلموا بيه من زمان بدأوا ان هما يجيبوا المبنى دوت ويبدأوا يعملوا مسابقة دولية وكانت هي بداية المسابقة ان هما عايزين يخلوا مكان المبنى ده مسابقة تقدر انها تحقق لهم حلم زمان بناء على الاسبكت كتير اللي احنا اتكلمنا فيه طيب باختصار شديد جدا المدينة اللي هي جزء اللي هو اللي متلون بالأحمر دوت الجزء اللي على اليمين اللي متلون بالأحمر اللي هو النه دوت الجزء الجديد اللي هو المدينة الجديدة اللي هو اللي زه حديد امد بمشاريع فيها نورمان فوستر اشتغل مشاريع فيها فتقدروا تقولوا ان هما عندهم فكر ان بعد خلاص لما الاتحاد السوفية تسابنا عايزين يدمروا كل البلد بتاعتهم عارفين انتوا لما تحس ان كانت فيه بلدنا محتلة فاحنا عايزين وبالتالي فتخلوا المصاب قدية ان هما يخلوا ان المدينة بتاعتهم جديدة من الصفر فيها شيء مبنى يرجع للتحاد السوفيتي طيب بالنسبة للجزء اللي فوق نهر كله المباني الجديدة الجزء اللي تحت النهر اللي عند الكمبيتشن سايت كله والحاجات دي المباني 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 طيب كده اللي احنا شايفين القدين اللي هو دي القلعة اللي هناك وزي ما انتو شايفين من القلعة دي انتو بصين على المدينة الجديدة الناحية التانية اللي هي من بعد النهر لو شايفين النهر وشايفين المدينة الجديدة هتلاقي ان فيه فرق ما بين المدينة الجديدة والمدينة القديمة اللي هي السلوك روفز دي وبعد كده نبدأ نشوف المدينة الجديدة المعماليين زي ما بيقول لكم كده اللي هم ريتش فرانك بي وزاع حديد وبعض المعملين التانيقين اللي هم الأسامي الكبيرة اللي في العالم بدأوا يأسسوا المباني دات وبدأوا يعملوا مسابقات هناك وبدأوا فعلا بتنفيذها هناك لدرجة ان فيه مباني فعلا هناك انا ما صدقتش انه ممكن تبقى فينا زي فلانيس فدوت كده الجزء الجديد فانتوا شايفين التحدي ما بين الال والنيو عندهم عامل ازاي ان هم عندهم فكر فممكن في حتة ان احنا بنتكلم ان فعلا العمارة مش بس ان انا بني مبنى لا العمارة ان انا ببص على الفكر بتاع الناس نفسه هناك اللوكلز لما روحت وقعدت معاهم هناك على الهيل وبدأت أكلم معاهم وبدأت تركب مع دوئين التاكسي اللي هناك ان هم بيفكروا احنا ليه اصلا عندنا مبنى زي ده احنا ليه اصلا يعني هم حتى مش عايزين يخشوه لان المبنى زي ما هو لكم صوره بعد شوية هم متهدم تماما من القلعة القديمة اللي انتو اللي هي الصورة اللي تحت دية الفيو للمكان بتاعنا اللي هو الصايت نفسه اللي هو اللي انتو شايفينه اللي ما بين السهمين الزرق وبعد كده من المبنى الجديد الفيو من المبنى الجديد اللي بعد النهر للمبنى بتاعنا بالشكل شايفينه فكل مكان في بيلينيا شايف المبنى والمبنى شايف كل مكان بحيث المكان دوت هم مسمينه هناك كده ايتو زا سيتي عين على المدينة هو شايف المدينة كلها وكان عندهم فكرة قديم فكانوا نفسهم يتواروا في الفكرة ده طبعا قصة الجميلة اللي انا حكيتها لكم بتاع من زمانة طالس كانت الدنيا ماشية ازاي بعد كده مباني الاتحاد السوفيات بوزت الدنيا عندهم ازاي بعد كده بعد اما حصلوا على الاندبندنس بتاعهم بدأوا يعملوا ايه عشان يغيروا الفكرة القديم بقولي ده وقت كلام الكلام اللي احنا اتكلمنا فيها بكده نشوف بالنسبة للموضوع بتاع المبنى نفسه وبجينا ندرسه انا زميلي طب احنا دلوقتي داخلين في مسابق تخيلوا بقى الواقع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ده داخلين في مسابق المسابق ديه طلبة من ان احنا ندمر المبنى بالكامل هم كاتبين كده ان هم عايزين ما يخلوش حاجة من المبنى طب ده مبنى قديم وبيمسل فترة زمنية معينة دراستنا في المادة البرزيرفاشن على ايد البروفيسور سونيا بستيدا قالت لنا ان ما فيش حاجة اسمها ان انت عشان مبنى اديم او منهار او ليه فكرة سيئة ان انت ماينفعش تهده ده الكلام ده اللي احنا درسناه طب نجد نخش المسابق نلاقي المبنى بالشكل اللي انتو شايفينه ده حتى احنا بدأنا نكتب للدكتورة مجموعة اسئلة واحنا بنعملها البرزيرفاشن الروف توتل دسترويد الاليفيشن دسترويد وعليها اللي انتو شايفينه دوت وانظر اللي انتو شايفينه من الوجهة بحيث ان دوت مينفعش يتعامل عليها اي حاجة الانتيريور سبيسز هل في اجزاء منها دسترويد وفي اجزاء منها قبلة ان هي يتعامل فيها اي حاجة بس هل دوت الفكر الجديد اللي توانيا رايحله فاحنا بالنسبة اننا قعدنا نقل نفسنا شوية اسئلة بس ان احنا سألنا البروفيسور بتاعتنا احنا نقدر نعمل ايه جالنا بقى رد حلوة قوي وتقريبا هي دي كانت بداية الشغل بتاعنا انت ما ينفعش ان انت تهد المبنى القديم بس يا سلام لو تنسك البرينسبلز بتاعته وتدرسها وتبدأ تطبقها في المبنى الجديد بتاعك فهو دي هي الكلمة اللي حدقنا منها المشروع ان احنا ندرس البرينسبلز المبنى القديم كان عايش على ايه كان عايش على كورت اساسي وجناحين اللي هم الكورت الاساسي اللي هو في النص اللي في اعميدة اللي في النص اللي انتو شايفينها والجناحين اللي يمين والع الشمال اللي كانوا خدمات لي مع دراسة الاجهة اللي هي الأعمدة اللي بالشكل ده مع التاج باع الأعمدة دوت مع الفتر بن بتاعت الشبابيك ادرس الحاجات دي ودي شخصية قديمة انت ما بتحب يعني اد الشخصية خد الكاراكتر من جوه ابدأ طبقه مبنى جديد ولكن محافظ على البرينسبلز اوف ديزاين وليس كيان المبنى ومن هنا بقى بدأت القصة بتاعت المشروع هو المشروع كبير جدا بس انا حاول ان اختصره بمنطقة البساطة طبعا هنا بقى الموضوع الماجستير بدأ خلاص المسابقة خلصت الماجستير بتاعتي بدأ طبعا كان عايزة اشكر رايدة هي مش مبودة معانا النهاردة كان نفسها تبقى معانا بس الاسف حصل ظروفها ما قدرتش تحضر عايدة شلك مهندسة معمرية ايرانية كانت معايا في ايطاليا كانت بتدريس معايا الماجستير كانت انا وهي في مشروع واحد وطبعا المشروع كان معايا المشروع زي ما قلنا هو كان ناشنال كونسرت هول هما كانوا عايزين يعملوا قاطين رئيسيتين لان هما عايزين يعملوا مابتفكرهمش بالاتحاد السوفيتي وما بيتفكرهمش بالغم ده كله عايزين يفرحو عايزين يعملوا انسر تهول عايزين يعملوا اغاني عايزين يعملوا زي ما تقولوا كده رأس عايزين يطلعوا برا حيطة الحزن والايام القديمة اللي بتفكرهم بالاتحاد السفتي وعادل الاندبيندل اللي هم كانوا فيه. اه بس اه ما شرحنا الخريطة دات اه طبعا شوية خرايط بتشرح لنا بدأنا ندرس الاماكن المنسباليتي اللي هي الادارة عندهم البرلمنت الكاثدرال سكوير الكمبيتيشن سايت طبعا الكمبيتيشن سايت ليه بالمين سكوير هنا اللي بتجمع الناس كلها وليه علاقة بشوية مباني تانية ودرسنا قوي حتة الاكس اللي ما بين المنسبالي اللي هو المبنى الحكومي اللي عندهم والسكوير الرئيسية والكمبيتيشن سايت طبعا دراسات كتيرة جدا اتعاملت اه دراسة المدينة القديمة الاقتراح اللي كان معمول لتاورس هيل قبل كده المبنى القديم اه دراسة التيريتوري اللي هي بتاعت الهيستوري نفسه بتاع المكان زمان بتاعه اه كل كانت دراسات الهيستوريشن الحاجات دي كلها يمكن كله ما يوديش لحاجة في الطبق بتاعنا قوي دراسة ضوضاء لان انت تصمم كونسورت هول فلازم ندرس انت مكان العربيات فين عشان يبدأ يبعدك كده اه يمكن الحاجات دي برضو بحيدة اه يمكن بقى لما نبدأ نخش بقى في حيطة دي واحدة مالشي ده البروجرام بتاع البروجيكت نفسه اللي احنا كنا عملينه اه هو ده السايت عشان خاطر اعرفكم معا اكتر هو ده السايت بتاعنا وده اه ودوت كده النخف ودوت عشان ما اقدر اوصل من المدينة القديمة للمدينة الجديدة عن طريق الحاجات دي اه طبعا كل دي الدراسات بتاعتنا اللي احنا عملناها على ارض المشروع اه كانت الفكرة بتاعتنا بقى ايه هو بصراحة لكم حاجة اه احنا المشروع الاول لانا وارت لكم رندر الفضيع بتاعه اللي احنا دخلنا فيه في المسابقة ما كانش هو رسالة الماجستير لسايت الدكتورة قالتلي حاجة ان ايه المشكلة لما تمسك ابسط رد ممكن ابسط رد ممكن ترده على اجابة سابقية وتعملها فانا سعيت كنت بسألها بقولها ايه ممكن ابسط رد ممكن دوت وبتناقش معاها جايتها بتقول لي مش ممكن ابسط رد ان انت تطلع نفسك من حكة ان فيه خناقة ما بين القديم والجديد وان انت تبدأ تحترم الناتشر الجميلة اللي عندك اللي هناك مكان مفتوح بالشكل الجميل اللي قدامك دوت ليه ما تبدأش ان انت تسيبك من اللعبة اللي ما بين القديم والجديد وتبدأ تقول ان هي اللي جمعت القديم والجديد بحيث ان هما يبدأوا يطلعوا بحاجة جديدة ففعلا بدأنا إن احنا نمسك الكنتور نفسه بتاع الجرين ليفلز اللي عندنا وبدأنا نمسك المبنى بتاعنا وخليني حاجة سمسك الجدل خضراء السجدة الخضراء اللي كملتلي بقيت الكنتور بتاعي فبقى ده الكنتور الجرين اللي عليه الزرعة والذي عليه الشجر القديم وعليه كل ده. وبدأت ان انا اكمل المبنى بتاعي ان هو يبدأ يطلع بجرين ليفل ان الناس مش قصة وطلعوا على سطح المبنى غير ما يحكوا. وبقى الجزء اللي تحته وبقى قاعتين رئيسيتين. وضعهم بعض بيعملوا احلى دايات ممكن يحصل ما بين كتلة قديمة وكتلة جيدة. وده هنشوف فيه الجزء الجديد. طبعا الشغل زي ما بقول لكم لتعامل عشان نطلع بطرور زي ده شغل طليب جدا. هو بيطلع بيطلعوا رسومات بيقدروا مركزين فيها عشان يقدروا يطلعوا شغل زي ده. فقدرنا نطلع دروم زي ديت عشان يقدر نبين الكتلتين وسط المدينة كلهم عاملين ازاي. وهل هو اي حد يقدر يامفصايز ان هو ده الكونسرت هول من بعيد ولا? طبعا الكونتينيوتي اف دهيل. الديالوج الجميل اللي احنا بدأنا نخترعه. الديالوج اللي ما بين كتلة القديمة بنفس البوكس بنفس المسافات اللي بين الزيز. الدكتورة بقى بدأت تقولينيوش انتو هدمتو المبنى القديم. ابدأ احترم المبنى الجديد شوية وابدأ احترم البرينسبل. فبدأنا نمسك اللي كانت موجودة على المبنى القديم. المسافات اللي ما بين الازاز دي. وبقى لنا ان احنا نعمل زي كورينج. وواحد بيقول تاني بيقول انا بريبريزنت القديم والسوري والهيريتج والبريزيرفاشن والحاجات دي كلها. وانا نفس اللي كان في المكان قبل كده. كتلة تانية كلها ازاز. كلها شايني. كلها آآ بالله بتبقى منورة. والصبح بيبقى الازاز آآ الشمس نزل عليه فبتبدأ نيات نسل الفير. ثلاثة تانية بتقول له انا الفيوتشر وانا نيو جينريشن وانا اللايت وانا وانا ديفرنس وانا فهي اللعبة اللي بتتعملك في السايت عبارة عن الاديم والجديد. ناس اللي بتقول لك لا ده الاديم بتاعنا ولازم نحترمه. والجديد اللي بيقول لك لا احنا لازم نضمر الاديم. افيس السجاد اللي هي السجاد القادرة اللي بدأ يتجمع الكتلتين عشان تخليهم على سطح واحد متجمعين في مبنى واحد. كل الكتلتين دول انت ما بتفسش ليهم الا لما بتخش من جوا بتبدأ تشوف اللي هنبدأ نتعرض ليه. طبعا دوت حاجة كده كان لازم اقولها برضو. موضوع النشيد الوطني اللي بعد ما حصلوا على بتاعهم بدأوا ان هما بتاعنا لازم نحترمه. لازم نحترمه بتاعنا. اه حتة الظلام. حتة اللايتز. فبدأنا نشتغل بحتة اللايت والنور والضلمة عشان خاطر الفتاحات اللي بدأتنا نعملها في السجادة الخضرة اللي بتبقى نيتشر اللايت. اه في اه وقت الوقت بتاع الصبح. اه السجادة الخضرة اللي احنا عملنا ده. طبعا نتكلم كتير عن موضوع دي احنا قمنا به. غيرا بيحترم البرينبلز. الاجبتينجزا باست. الحاجات دي كلها. والذي ما وصلنا للفور بتاعنا اللي هي الكورتين. ده كان شط للمبنى. اه طبعا في الليتوانيا زي ما انتم عارفين الموضوع هناك بيوصل لسلب. ماينس خانة وتلاتين درجة. فممكن الدول هناك على طول حتى في الصيف. القرارة ما بتزيدش عن سبعتاشر درجة. فزي ما انتم شايفين هنا تلجي ماشي على المبنى. والارضية الهيل نفسها اللي انت بتطلع دي كلها. هو بار القطعة الجليد. والبوكين هما اللي معلمهم هما اللي عاملين. ده برضو شط تاني بيتكلم عن ازاي ان الجرين الجرين هيل طلع وازاي ان الهيل طلع برضو فوق وازاي ان البوكين والمدخل نعمل من النص. اه ديت برضو دراسات تقنية كنا عاملينها عشان يبين التواصيل بداية اه كل من جواه في انتيريور. اهنا كان الجرين كاربيت وازاي ميكملها معايا وازاي ان احنا بالنسبة ان اعتبرنا الجرين كاربيت جوزق الهيل. اه كل ديت شوطات بتوضح المشروع وبتوضح الحاجات كلها. هنا كان يمكن الشوط ده وقت انا كنت مبسوط جدا لان فعلا اذا توضح الفكرة بتاعت الهيل زي كملت مع المبنى. اه وزي ما انتم شاهدوا كده لو يجي نقرب هنا وعينك تيجي على هنا اكتر هتلاقي ان الجرين هيل مكملة مع سطح المبنى. فانا بالنسبة لي كل حاجة مكملة مع سطح المبنى الا اللي هما عندي اللي هو المبنى الكبير اللي هواخد تقاعة كبيرة. المبنى الصغيرة اللي تقاعة صغيرة. اه دوت كده كان لزيان اكسبوت. اه اللي كانت مصره ان احنا نبدأ ان احنا ندرس حتة اللايت والداركنيس اللي موجودة في النشيد الوطني الخطوط اللي احنا عاملينها والميزة اللي احنا عاملينه زي ان الكتليتين طلعين من السجادة الخضرة بشكل معين. وكانت مهمة جدا نحدد الخطوط وانتقل الخطوط بتاعت الخارجي عشان نبين زي ان نفسها هي جزء من الهيل وليس جزء مختلف عنه. فكانت كانت بتاعنا. طبعا دي كانت بتاعتنا بدون دخول في تفاصيلها. بتاعتنا. اللي بيبين نبقاه مع الليفلز اللي بتاعت. وازاي الناس مرتبطة بالليفلز ديت مع المشروع اللي من جوة. طبعا السيكاشن بتاعتنا. كل ديت السيكشنز بتاعتنا. اه طبعا هيا بقى كان الاساس ديت داركن لايت. حتة ان هي هي يعني ديت عادت مسلا بتاع لي خمس مرات او خيط مرات. عشان حتة الشمس والنور. ان احنا بالنسبة لي عايزة هي عايزة تضل من الدنيا وتخلي الشمس هي النور الوحيد اللي في المكان. واحنا كنا بنقول لها الدنيا مش هتبقى حلوة قوي. بس اه ادبنا ان احنا نوصل النقاعة باقتهية الحاجة اللي انت اه كانت اهم حاجة عندها ان البوكسين ينزلوا تحت الارض. انت شايفهم من بره ودفلت جوه شفتهم مكملين من جوه. عشان تقول لك ان الاتنين ليهم اصل وليهم بيز. الفيوتشر لي بيز انه هو رايح في حتة. والباست لي بيز برضو انه هو ده الاصل وهو ده اللي لازم نحترم. اه طبعا استشهدنا كلمة جلال الدين الرومي اللي هي post the light and shadow are the dance of love. دي كانت الكلمة لجلال الدين الرومي. اه دي كانت القاعة بتاعنا طبعا كان مهندس معتاز مصطفى. كان هو الديزاينر بتاع عدت عن القاعات المسرح عندنا. فهو دي القاع الرئيسة اللي عندنا اللي احنا بدأنا نصممها. وكان مقصودة جدا ان احنا نختلف كل الاختلاف. اه الشخصية غير اللي بره. انت اللي بره شايفه عادي جدا. يمكن هتتخيل ان انت تخش القاعة من جوة تشوف قاعة زي دية وتشوف اه والحاجات دي. عشان تبين ان ممكن يكون من بره مترم حاجة لكن هو من جوة حاجة تانية وشايل برضو والحاجات دي كلها شايل لها امل حتة اه انها بالنسبة لي برضو بحترم دي برضو كانت القاعة من جوة بس ناحية وباصل الستيج. اه احب اصدر ان الحاجات دي كلها معمولة على اكوستيكس اه اكوستيكس اه اه برينسبلز والارتفاع مع 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 الاوركسترا اللي تحت اللي واقف فيها نسقط على الوركسترا. اه كل حاجة معمولة هنا ببرينسبلز مدروسة. مدروسة كصوديات كاتفات والحاجات كلها موجودة. ما كناش نقدر اصلا ناخد بسيط الماجستين من الا بعد الدراسة دي. ده طبعا كان المسرع اللي كان موجود ده هو الانتير فيزاين. ويجاب برضو الشوت بيبين ازاي ان انا باقدرت لها من الدور تحت الدور اللي فوق عن طريق الميزان دوت. اللي هو من هنا كده واقدرت لها على فوق. دوت هنا كان الدور اللي فوق بيبين ازاي ان الكتلة انت كده انت كده فوق على الكاربت. وانا بوسس من الكاربت والضوء داخل من الكاربت دي. اه ام عايزة الكالب كتير دي في الكتلة الفيوتشر ديات برضو اكسبيريانسة حلوة قوي ان انت بالنسبة لك من فوق الكتلة لعزايز اللي هي الكتلة على الشمال. اه وزان الناس قاعدين من فوق. في موسيقار قاعد بيلحن او بم اي حاجة زي ما يعتبره امبتياتر. وفي نفس الوقت الناس قاعدت كلها بسط على المدينة من فوق شايفين المدينة كلها. القديم والجديد. طبعا دي كلها فاصيل مش عايزة لها بس زي ما اتو شايفين القاعة كانت كده. السيكشن دي عنا كان بالشكل دوت. ازاي ان القاعة كانت موجودة بالشكل دوت. الخبات اه خلي بالكم يا جماعة المشروع اصلا انا الماجستير بتاعي كان في الكونستركشن ديزاين. الكونستركشن لازم نعمل الحسابات للستيل بيمز وازاي ان البيمز دي كل مرتبطة مع بعض وازاي ان كل كانت ليفرز دي تشالها. كان كل حاجة لازم يتحسب لها. السلوب تروف دوت كان كله محسوب. عن قدر درجة الحرارة هناك. اه زي ما احنا قلنا بتوصل الى ماينس خمسة وتوائطين فالدونة كلها تلج. فالتلج دوت هيسيح فلازم يروح لفين? لازم يبقى فيه معينة تستخدمها. كان كل دوت لازم يتحسب بمعادلات. يعني يمكن الكلام اللي انا بيعديه بسرعة دوت. اه عن هنا اه اللي انا كلمت عليها. اه كل دوت مدروس. اه متقال فيه كل دور. اه حتى الصرف وال والكيف وكل حاجة مع حسابها المشروع. اه الجزء اللي تحتها اللي تحت الاركسترا دوة التلات اجزاء بتوع المشروع. الجزء اللي هو الخاص بالستاج. الجزء الخاص بالاركسترابيز. الجزء الخاص اللي هو مسؤول بالفرونت اوف هاوس. اه طبعا ديات المارتي بيربس هول اللي اقاعد تاعت الفيوتشر اللي احنا اتكلمنا عليها سريعا. ديات كان لها كزا بروبوزل ان هي اما تكون مستوية. اما تكون هاف اللي هي يعني نص بتاعتها. اما التعبئة بتاعتها بشكل كامل. اه وده طبعا بتاع الكتلة والستيل بعد ما اتحسبت. لان احنا كنا بنحسب هنا الكالكوليشنز بتاعت كل تفصيلة. اه لو انتم واخدين بالكم دوت كده بسيط متاخد في التفاصيل بتاعت الروف من فوق متاخد في التفاصيلة بتاعت الفلور هنا. كل الحاجات دي محسوبة ببيمز المصمار دوت بتاعه محسوب. عشان خاطر اه ما كناش نقدر اه ان احنا نقدر نتخرج من غير الحيطة اه التفاصيل دي. اه طبعا هنا دخلنا في حيطة والستراكشور دوت التفاصيل بتاعته وايه اللي انا بقول لكم عليها. دخلنا في برامج اسمها ميدرز جين وتكلا. وبدأنا ان احنا نعمل كالكوليشن نافه. وبدأنا نشوف البيمز ديات شغالة ازاي ما انا. وكل ديات معادلات وكالكوليشن اللي انا بقول لكم عليها دليات لعات البرامج اللي احنا عاملينها. من الميدرز جين. الابتوميزيشن بتاع الميدرز. اه وطبعا دراقة الماتيريال بتاعت البروجيكت كله لان احنا كان عندنا بروفيسور متخصص بس في ان احنا نطلع الماتيريال دي. انت بتارت الماتيريال وايه كونسيبت بتاعك وازاي الماتيريال بتاعك. اه المشروع كبير جدا. انا بقول لكم يعني اه يعني الشرح بتاعه ممكن ياخد وقت كتير. بس في الاخر يعني برضو ان المشروع كله مشي بيم. اه اه اذا design and modeling structure energy. اه اه الـ level of detail بيعه من الconceptual design لحد الفابريكيشن. اه الاس بيلت الفاينال برويجكت الشكل اللي انتوش بتاوت. طبعا بصات للانفيرومينتال اناليسيز. وصام تكنيكس طبعا برنامج soro. لا امام الا استخدام برنامج راينو والتجاه ممانcem احنا كان ده حاجة نهاعرضها اللي هي جزء الماكت نفسه الماكت اللي احنا مكان في وقت كورونا فما قدرناش نعمل الماكت فالدراء اتلنا حاول تعمله موديل فساعة اكتا طلعنا الموديل بشكل دوت بحيس انه يبني كماكت لكن للأسد مكانش ماكت وده كانت اخر حاجة عملكة نفسك. طيب شكرا يا بشمانس احمد. آآ يعني برضو آآ مشروع حلو جدا وواضح يعني ان انتو ان انت تشتغل على مختلف خالص عن ان انت متعود تشوفه هنا في مصر. وواضح كمان يعني ان في فكرة الكلمة حلوة قلتها اللي هي الـ old والـ new conflict أو الـ conflict ما بين الحاجة القديمة والحاجة الجديدة وازاي ان يبقى فيه ميديم معين في النص او هو اللي هو في الكيس بتاعتك الـ nature انه يقدر يحل المشكلة دي. آآ في حاجة من اللي انا ملاحظها انه المشروع بتاعك قايم على فكرة كثير الـ communication مع الـ locals او مع الناس اللي هم عايشين هناك يعني. فلان انا ملاحظ انه زم انت بتقول كده هو story هو journey كده انت ماشي فيها والـ story دي بتدخل معها التاريخ بتدخل معها الـ principles of design والتطورات اللي حصلت في الـ principles of design في على مر المثلا يعني نتكلم من اول تملينات يمكن او او اخر تملينات من ساعة الحل اللي هو التحاد السوفيتي يعني لان ده بسبب اصلا طلع يعني حصل تغيير كتير قوي في شكل العمارة وشكل العمران في المنطقة دي يعني بزيت انا احب ان انا اخش اكتر في الحتة دي اه فكرة الـ communication مع الـ locals و احب اخش برضو اسأل اه بش مهندس محمد في المنطقة دي اه على مشروعه في سنغال او مشروعه في سور مغر العيون يعني اي ان كان تحب يعني تتورينا يعني اه وتقول لنا ازاي انت اه اتعملت مع الـ locals هناك مع الاهالي هناك والى اي مدى الاهالي والمعماري بيدخلوا في العملية التصميمية اه هو مبدئيا يعني كشرح بسيط بسرعة عن النقطة دي ان المنطقة يعني لما الواحد بيشوف المكان ده عبارة عن ايه او بيرجع له بايه فهو بيشوف من ناحية ان مرتبط بها ازاي يعني مثلا ان في اماء يعني مثلا الهرتج بتاعنا او اللي احنا متؤثرين منه كناس ممكن يكون مثلا كمكان يعني مكان بالنسبة لنا ممكن يكون اديم زي الاخرامات او حاجة اثرية او او جديد زي زي حاجة حصلت مؤخرا اه كميدان التحرير يعني ان هو رمز لنا يعني او او كمبنى فهو المباني بنسبة لنا مباني اثرية تراثية او مباني لسه بتكون عشان تشرح لنا الحضارة بتاعتنا زي المتحف المصر الجديد اللي بتعمل او او ماموريال اه زي زي رمزيس التاني او ابراهيم باشا في المصر الحديثة او ومثلا حاجة لها علاقة بالطبيعة مثلا في مدنة يعني زي او احنا مرتبطين بيها زي سانتا كاترين او واد الحيتان او واد الجمال او حاجة لها علاقة خاصة بقى بالكاليتشر بتاعنا فيعني مثلا في مجرى العيون مثلا كمثال مثلا انه هناك الناس لحد الوقت مثلا زي بسطات قدام المساجد زي مسلطان حسن او الاسواق زي ما هي الناس بتبيع برضو او في حتى الشيدنج المنت اللي موجود في الاسواق هو نفس الشيدنج المنت اللي بيلاقيه دلوقتي في الاسواق عندهم يعني او حتى عند نهر النيلمة بيجيبوا منه حاجة او بياخدوا منه مية يعني او الاربن فابريك بتاعنا الاربن فابريك بتاعنا برضو ممكن يكون تراصي او دي خريطة الدكتوراء المصري كان عاملها في الماجستير او القارة المعزة فهي دي ممكن تكون حاجة هيريتش بالنسبة لنا احنا بنحاول نكون الاربن فابريك بتاعنا من النوقت دي او طيب بلدن بتاعنا بتاعنا اللي هو المشربيات والماتيريال بتاعتنا اللي بتستحمل الحرارة والحاجات دي دي كلها من ضمن الحاجات اللي احنا بنبقى عايزين نستخدمها فينا او الهندكرافت دي حاجة بتاعتنا برضو ان انا ازاي بنطورها او زي في صور مجرى العيون فدي حاجة مهمة الناس كانوا بتوعوا تقولها مع البلود او القماش او الحاجة دي عايزين نطورها او تبقى معانا وهي مدنة بصفة عامة هي رزيلينس يعني هي كسوشيال يعني كسوشيال رزيلينس ان هي مرينة في التعامل في السوشيال ان زي الناس ما بتبقى محتاجة حاجة اللي هو عنده بيته تحت الورشة بتاعته او الجاره بقريبه بيتجاوز من عيلته فكانهم بتكونوا منطقة كلهم عارفين بعض والسوشيال تاون ممكن تتكون من ناحية يعني في مواجهر العيون مثلا ايه ان البيت بيودي الشارع الشارع ده بقى فيه sitting platform الناس قاعدة فيها بتتعرف على بعض الجران بتودى الجران الابعد اللي هم من العيلة او يعني من الكورت مثلا الجران الابعد للسوق للطريق اللي بيودي للسوق للسوق نفسه للكورت بتاع السوق اللي بيتباع فيه حاجات او بتصلح فيه الورش اللي هو موجود مثلا في مواجر العيون أو بيترفلكت ليهم مثلا المتريال بتاعتهم منهم بيستخدموا بالأشجار هو حتى أنت بقى ما ماشي في السوق كانك ماشي في إنك أنت قاعد شايف حوالي منك وشمالك ناس بتبيع وإضافة إلى ذلك الأماكن الترخية بتاعتنا كلها أماكن دينية زي الطريق من حسن الأنور لحد مسجد مسجد زينب أو أحمد بن طولون اللي هو بعضه على طول أحمد بن طولون كله أضرحها بطريقة ماشية متتالية كطريق تاريخي إسلامي يعني طريق ديني يعني إنه هناك طريق ديني أكتر يعني إنه حاجة بيحصل فيها لإحتفالات فهي مدنة كلها أو الحاجة بتاعتنا هي يعني هي الأساس السوشل زي مجرى العيون يعني بصفة عامة والأسواق اللي بتتكون فيها أو الناس بتبقى طلبتها إيه فبيتكونوا على أساسها تماماً ودي صور من أرض الواقع في مجرى العيون يعني أسواق اللي هناك والشوارع وإزاي هما بيهتموا بالأثار بتاعتهم يعني أو الحاجات بتاعتهم أنت أولتك كلمة حلوة قوي فكرة السوشل رزيلينس إنه إزاي وجود الناس يعني الفكرة مش فكرة حفاظ على المباني بس هي حفاظ على الناس حفاظ على الكولتشر وحفاظ على العادات والتقاليد اللي هناك ده ممكن يكون بيخلق حاجة اسمها السوشل رزيلينس أو يعني زي المكان يبقى مارن من خلال الناس والأهالي اللي عايشين جوه فهل يعني انت شايف إنه مشاركتهم في الدزاين ده مهم في إن المكان يقدر يبقى رزيلينس في المستقبل يعني هما بالنسبة لهم هما بيكون الشركة الأساسية في التصميم بتاعهم لأن هي اللي هما طلبنا ما تكونش بعيدة عن اللي هيتعمل بحيث إن حاجة دي أو أي مشروع يعني مش مجرى العيون أي مشروع لازم يكون اللي بتعملوا بحيث إن هما ده يرفلكت ليهم إنهما ما بقاش ما بقاش فيه تضاوض الناس مش كرها المشروع كرها إنهم شايفينه إنه حاجة قد على المكان بينفروا منه ف علاقة الناس كسوشيال أو في التصميم بعلاقة من أهم الحاجات يعني إليك أنت بتسألهم قبل ما تعمل مشروع أو تعمل إن كان المسابق أو مشروع طيب فكرة الناس بقيت يعني حاجة مهمة جدا و يعني الواحد يعني بيسعد لما بيشوف مهندسين مامرين بيبتدوا يتبنوا الموضوع ده و وبنبتد كمان نشوف إزاي المسابقات المعمرية بتبتدي يعني تأخذ الاتجاه ده أو بتحاول على الأهل يعني إنها تأخذ الاتجاه ده هل السؤال هنا مش مهندس أحمد من خلال المشروع اللي اشتغلت عليه هل شايف إن المسابقات المعمرية الفترة الأخيرة دي بقت بتتبنى الفكرة دي فكرة الـ هل بقوا بياخدوا المجتمع فحسبانهم يعني هم بيتطرحوا فكرة ولا شايف إنها لسه مخطوطة في الفكر الآلب اللي هو المعماري اللي قاعد جوه الستوديو بتاعه قافل على روحه بيحط الـ بيحط ترحى على الجهات المختلفة بيحط يا طار أمثالي بدأت الكلام بحيث إن أنا بالنسبة لي دائما بشوف إن المسابقة دي مش بعيدا عن إن أنت بتخش المسابقة عشان قطر تنافس فيها أو اللي بيه أو دائما بحيث إن إحنا يعني يمكن هي مشكلة وإنت بتحاول تحلها بيبقى الحل بتاعك مع اللي معاك هو بيبقى حاجة في الموضوع إن أنت بتخش بتبدأ إن تشوف بتعرض لثقافة الموضوع اللي أنا عادته من شوية ثقافة جديدة بفكر جديد عمري ما تعرضت له قبل كده زي مسابقة السغال كانت برضو تصميم مركز ديني كنت دخلتها قبل كده زي مسابقة آآ آآ الله بإذن الله نعرضها في حاجات تانية بعد كده وهي مسابقة ألوان المدينة اللي هي مسابقة ديون بتاع تصميم مركز الشباب في بغداد دايماً بحس إن المسابقات اللي من النوع دي أنا ما بخشش على مسابقة عشان نصمم حاجة وخلاص انت بتخش تصمم حاجة بتخدم حتة المجتمعية اللي احنا دي كلها حتى هناك في إيطاليا لما ييجي يقول لك بعد كده ويحط لك نقط تاهم قصدي فإحنا بالنسبة لنا دلوقتي ما بقينش ما بناش شايفين يعني مثلاً المسابقة اللي قدامكم ديت مسابقة بنالي فينيسيا 2020 اللي أنا أخدت فيها الجهزة التشجيعية كنت كان معايا بشمهندس السعيد ومعايا بشمهندس عبدالله طارق دخلنا فيها وشفنا بتاع المسابقة إزاي هنعيش مع بعض خدنا الموضوع من ناحية ممكن تكون ناحية مبهمة شوية اللي هو إيه إزاي هنعيش مع بعض هنعيش مع بعض لو فكرنا كنا عايشين مع بعض إزاي بدأنا نشوف اللي كان موجود قبل كده بدأنا نشوف إحنا كنا عايشين في إيه حيطة الريف المصري وحيطة طبعا المسابقة لها تفاصيل كتير حيطة الريف المصري وحيطة إن إحنا بدأنا بدأنا نمثل العقابات اللي بدأها اليومين دو هي برعا بلوكات بلوكات طوب والبلوكات الطوب دي كل لما بتخش من البوابة بتبعد عنك وكل لما بتقرب يعني كل لما بتخش من البوابة تفضل تبعد 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 لحد لما بتروح لبورتريك بير قوي يمكن أوريه لكم هنا مشكلة إن دو تشيط آه ان انت بالنسبة بتخش من المكان اللي في النص بتبدأ ان انت تروح هناك بتلاقي بورتريل مصري القديم انت نفسك تروح له بس كل لما بتخش بتلاقي عقابات بتقدر تعديها بتقدر تعدي من طوبة لتانية لتالتة لحد لما بتروح لحيطة البيت المصر الأصيل بتاع زمان حيط الريف اللي احنا عمنا بتريل اللي كان معقول بالأشعة والحاجات دي كلها كان فكرة كلها ان احنا بالنسبة لنا شايفين ان احنا بالنسبة لنا هي معادلة برامترية كل لما عد بنا الزمن كل لما بنبعد عن بعض اكتر طب احنا بنبعد عن بعض اكتر ليه احنا زمان كنا عايشين في الريف المصري مع بعض كنا بنصح الاهل بيأكلوا مع بعض كنا مرتبطين ببعض لو تيجي تكلم واحد مثلا من مواليد الخمسينات والستينات يقول لك احنا كنا بنقعد مع بعض على ترابيزة الواحدة نجتم يقول لك ما كنا بنقعد عشان واحد وما كان ش فيه مشكلة دلوقتي بقى اننا نلاقي المشكلة ان في خمسة ستة قاعدين على ترابيزة كلهم مسكين موبايلاتهم قاعدين التكنولوجيا بقت مؤثرة بالسلب علينا المباني والضخمة بتاعت المباني والسكن والحاجات دي كلها طب ايه اللي خلانا اصلا نفكر في ده ايه اللي خلانا اصلا نفكر مسابقة مسابقة بطبيق معين فانا حاسس يعني انا فتحت المسابقة دي بس من المجرد انا بقول لك ايه انا دخلت يعني طول حياة المعمرية دخلت مسلا بتاعة حوالي عشرين مسابقة المعمرية العشرين مسابقة كنت جما بحاول اشوف مسابقة يبقى فيها فكرة تقدر تخدم الحاجة اللي انا داخل فيها دي ايا كان الخدمة دي نفعة تسبت بالنسبة لي مش فاهم هي بالنسبة لي اهم حاجة تكون خدمة اعلن وقدرت ان هي توصل فكرة معينة بس هل المسابقة طب اكيد اللي في الممارقة دي اتمرت اول اه قدر يوصل فكرة فكرة دي توصلت بشكل معين المخلوب من المسابقة لكن الفكرة ان هي قدت السماحية للمعمريين وحتى المعمريين لما بيطبتوا باللوكلز الموضوع بيطلع بنتيجة وهي دي المهمة من حاجة الكمبيتشنز الكمبيتشنز في العالم كله بيادراحها للإتهداء وانا حس ان احنا فعلا في مصر محتاجين ان احنا نشغل المجتمع المعمري معانا في حتة الايه ان هما يبدأوا ينزلوا مسابقة كتير يطلعوا بيها افكار كتير زي المسابقة تاعد الجسر اللي انا كنت مشترك فيها دي حاجة زي الجسر اللي اتعمل على اللي يربط لحيث الوطني بالمسلة بتاعد اللي عن نيل حاسس ان ده هو البرودكت ليه ما يتنفسش فاحنا بنروح لحيط اللي هو قياريت تبني انت تجيب الحكومات لحاجات زي كده لان لو ما فيش رأس بين اللوكالز والاركيتكت والجمهورمينت في حيطة الدائرة السيركل دي لو ما لفتش صح متى يقلي هو ده مش مقدر نحل المشاكل كتير لان متى يقلي الاركيتكت بيبقى نظور كتير في حيطة تحل المشاكل وبالذات في حيطة الريسرش والنزالات والحاجات الجميلة اللي احنا بنعملها الاركيتكت بس الحقيقة انت يعني حطيت ايبك على نوع مهمة جدا ومن خلال المشروع بالتعالي وهي فكرة انه ازاي نعيش مع بعض في العصر اللي احنا فيه دلوتي يعني زي ما قلت كان فيه عادات معينة موجودة زمان وبيتش موجودة دلوتي فدي يمكن من الحاجات اللي بلأثرت على تشكيل الهوية وده اللي انا كنت بتكلم عنه في الاول انه ان فكرة الهوية دي بقت صعبا ان الواحد يمسكها بسبب التداخلات والجلوبال اللي حصلت على مستوى العالم سواء من العلامة ومن الرسمالية ولا من فكرة الابهار اللي حصل انه هو ده دلوتي الهوية اللي بقت سائدة بشكل كبير يعني انا بقى يعني هسألكم كده مش موانس محمد مش موانس احمد سؤال سؤال اخير كراب او كصمري للمحاضرة دي فكرة السوشال او العمارة الاجتماعية هل دي ممكن تبقى يعني جانر او نوع مستقل من العمارة بعد كده يعني احنا عدينا بفترات كبيرة جدا بنقول دي العمارة الكلاسيك دي العمارة رانسونس دي العمارة احمد مين عايز بفترات مصر احمد احمد بفترات تمام هو هي العمارة الاجتماعية انا احس انها يعني هي كانت موجودة يعني هي كانت موجودة يعني مثلا فترة حسن فتحي يعني جات في فترة كانت منتشرة ودكتور حسن فتحي وشتغل شايف فيها ونشرها والناس فهمتها وبعدين حصل جاب ما بين الفترة دية للفترة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي الفترة زي اللي كنا بنذكر في الاتحاد السوفيتي او غيره ان تدمرت العمارة التقليدية او العمارة الاجتماعية لعمير علب اسمنتية الكابريت علب كابريت بتتكون بنفس الوريانتيشن بنفس الشكل بنفس الطيب فبتكون حاجة كبيرة من غير ما هو بيرجع للشخص اللي هيسكن في المكان دوت او للمجتمع والفترة دي للأسف ما حصلش فيها زي تطوير وحصل ان في مهندسين كتير دلوقتي بيظهر نتائج شغلهم حاليا زي دكتور ويلة المصري دكتور راسم بدران دكتور عبد الحليم ابراهيم كل دول دلوقتي الناس ترجع للاصل دوت او التطور اللي حصل من عمارة حسن فتحي او المفاهيم بتاعة حسن فتحي ازاي نبدأ نرجحها تاني بدل العمارة الخرصانية اللي متكونة في الفترة دي او الجاب اللي حصل ما بينها شكرا يا بشمونت محمد بشمونت أحمد طيب بص وانا بالنسبالي هسأل السؤال قدام السؤال اللي هو هو مش اللي اجتماعي دية اللي هي كلمة social architecture دي معناها الناس العمارة للناس ونصمم لمين مش هي العمارة دية للبني قدمين الطبيعيين يعني انا بالنسبالي بخدها ببساطتها اللي هو انا بصمم البيت ده او المبنى دوت او الشركة دي او اي حاجة للناس فانا شايف ان هي كلمة social architecture شد بي اللي هي جزءة اصلا من اي كيان يعني اللي هو ما ينفعش يتقول انا بالنسبالي زي من كده طبخ طبخ طبخة من غير الملح بتاحها طب انا بالنسبالي الملحة اصلا بتاحها لو ما فيش في الطبخة الملح من حيس طبخة هي العمارة للناس ولو ما بقيتش للناس مش هيبقاليها طعم العمارة اللي هي اصلا التسايل العمارة مش معمولة عشان خطر تخدم البشرية او الوكالز او اي حاجة فحيس ان كل بنبني عن حتة الوكال وحتة السوشيال وحتة البني ادميين وحيطة ان احنا بنهتم بالشخص نفسه مين قال ان احنا نبني مبني كل الفلوس الكبيرة ديت وفي الاخر ما نحقش منها اي غرض ولا اي غرض وظيفي ولا اي غرض اي حاجة وفي الاخر عشان تقوم لشكل جمالي وتدفع فلوس عشان تجيب من وراها فلوس احنا اللي ماشيين غلط واخنا عادنا فكرة غلط مش بكلم على احنا اللي هو احنا كمصريين لا احنا العالم كله متحد بالنسبة لي كده المثال اللي احنا بنقوله ك هل فيه ممكن يبقى لا هو المفروض يبقى يعني انا ده وجه نظري هي المفروض يبقى في وسط الجملة عشان يبدي جملة مفيدة في الاخر يعني بلاش نعمل اللي ايه انا بالنسبة لي بعمل المستشفى فقوم نعمل لهم كونسط بره فالمري يخش وانا يعني باتفق معاكم على الكلام اللي انتو قلتو وبصراحة يعني انتو عرضتو يعني قضايا مهمة جدا ونقاط مهمة جدا وممكن يعني لو حبنا كده نعمل زي سريع يعني من خلال المشاريع بتاعت بشوانس محمد وبشوانس احمد انه احنا بنتكلم انه في اسبكت معينة او حاجات مش مبنية هي اللي بتشكل المجتمع اللي عندي لو نتكلم على منتكلم على منتكلم على الدين وفي حتة كمان ال 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 بتاع اللوكلز بال منطقة ومدى اللوات نستعنى احنا يعني هل احنا كمامرين عارفين المشاكل اللي موجودة هناك هل احنا عندنا الاستيعاب والوعي بال بالمشاكل وبالزروف اللي موجودة في المناطق هناك دي كمان مشكلة يعني محتاجين ناخدها في الحزبان ونحن بنعمل دزاين لأي يعني دزاين لأي مشروع في المشاريع الاجتماعية بالذات يعني طبعا استخدام اللوكل ماتيريال الترديشينا الواجتماعية من دزاين ده كمان من الحاجات يعني مطروحة بقالها برضو زمن بقالها كتير أو يعني كتير أو بنعد نتكلم على فكرة انه التسجيل خلاص بتخلص ولو احنا اعتمدنا على الخرصانات والماتران ماتيريال أو احنا مش هنلاقي يعني خلاص احنا ده بياخد كتير قوي من الريسورس اللي عندنا وبعد 2050 أو 2050 التاريخ اللي بيعمل لنا ازمة ده مش هنلاقي ريسورس بعد كده طيب ده هنحل بي المشاكل المعمرية يعني قدام ازاي فكرة ال بيخش معايا في الموضوع ده احنا بنتكلم على فترة زمنية تعتبر مفككة الى حد ما يعني من ناحية اقتصادية ومن ناحية سياسية ومن ناحية اجتماعية طيب ده هيأثر معايا ازاي طيب هل انا لو هحافظ عليه احافظ عليه ازاي البرينسبلز اللي موجودة في الاركتكشور هل دي بتمثل الحقبة الزمنية دي ولا ما بتمثلش ولا انا ححس ان انا واحد عايش في المنطقة ده حاجة وفكرة الهوية في الزمن الجديد ده في زمن المودرنية او الفوست مودرنية يعني في زمن الغلوباليزايشن زمن العولمة ازاي يعني كلمة الهوية دي الديمانشنز بتاعتها او الابعاد بتاعتها رحت لفين من بعد يعني يقفلوا في الوقت ده وبعد كده هتروح لفين بس انا يعني بشكر بشمانس محمد بشمانس احمد على يعني الاضافة الرائعة بصراحة يعني والمحاضرتين والمحاضرة والمشاريع الحلوة اللي هم عرضوها علينا يعني انا بصراحة يعني في حاجات كتير قوي ما كنتش واخد بالي منها بصراحة يعني عرفتها واستفدت كتير قوي منك يعني دلوقتي ممكن ناخد اسئلة من الناس الحضرة نشاهد في دكتور نورهان الزعفراني طبعا الخير يا خير يا دكتور زاهرتك بشمانس أنا في الأول شكرا على الطابق I've been preaching this for a while يعني أنا الماسترز بتاعتي كانت بتتكلم برضو على فكرة إزاي نحط نفسنا في الpoint of view بتاع اليوزر اللي مش من نفس اللايف بتاعنا البيتش دي بتاعتي كانت شوية بتتكلم على النقطة بتاعت الـ identity بس بشكل layered أكتر فأنا بعيدة جدا في نقطة إن هي كلمة فتفاضة بشكل مرعب جدا وهتفضل فتفاضة وملاش مسكة طول ما احنا بندور لها على إجابة واحدة يعني It's more of a commentary أكتر من هو سؤال يعني ف بالنسبة لموضوع هل الـ 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 أنا متهيالي إن هي مش مدرسة معمرية هي مدرسة فكرية يمكن إحنا علشان في الوقت الحالي ومدرسة الموضوع ده بدأ يطلع على شوية في آخر عشر سنين سواء عالميا أو محليا فبدأنا نحس إنه بديهي إنه لازم تكون العمارة سوشيال أو المدينة بتاعت البناء أدمين لكن الموضوع ده ما كان ش بديهي بالشكل ده قوي مثلا 20 عجبني الكومنت الأولاني بتاعك خالص تقل سيتي أو سبكتاكل بس حب أضيف نقطة سيتي أو سبكتاكل مش 50 يار أو ده أكتر كتبات عن سيتي أو سبكتاكل من أيام فترة نيكوليون وهي It's about painting a picture وهي أنا برضو باعتبارها مدرسة فكرية أكتر من إن هي مدرسة معمرية وهي فكرة إن إحنا بنرسم صورة حلوة شون مورا الصورة إيه بس هو إحنا بنرسم صورة حلوة فالشوارع عندنا شكلها كيوت وعليها الكافيات اللي شكلها حلوة وإنت بتتمشى بتشوف حاجات تحسسك أن أنت في الشانزيزي وفكرة اللوبيتشترو وكل الكلام ده This is how it started actually in Paris With this يعني went on for a very long time وليه هي city of spectacle بزداد كابت تتكلم على فترة نابليون طبعاً بسبب Ausman approach اللي هو فكرة إحنا عندنا المدينة من جواب dilapitative وcompletely dead and poor and everybody is living in misery بس في نفس الوقت عندنا الشارع الرئاسي من بره إحنا زبطناها ووستعناها وعملنا عليها حاجات شكلها حلو فده الجزء الإثاتيك من الموضوع يمكن كمان كان فيه جزء فانكشن من الموضوع زي بتاع هيوغو والإنفراستركشور اللي بدأ يظهر لكن القلب بتاع المدينة كان dilapitative وده كمل شوية والرد بقى في المقابل على ده ما كانش بشكل اللي هو البديهي يا جماعة فإحنا let's make the city for the people لا بالعكس خالص ده كان الرد على الموضوع ده كان الـ city beautiful movement والفانتازيا والـ futuristic approach وكل الحاجات العظيمة اللي كانت حصلت من بعد المعرض بتاع فيتشيراما اللي هو نتج عنها كل الـ cities اللي احنا بنقول عليها الـ globalized cities دلوقتي واللي انت قلت عليها city of spectacle بس هي ممكن أكتر city of machine أو city of economy فهي بتعبد الآلة والفلوس والcapitalism المبدأ بتاع post-liberalism أو post-structural approach حسب انتواخدها من وجهة نظر مجتمعية ولا من وجهة نظر فلسفية هو لسه يعني إيه ملبك شوية لأن post-structural approach بيفترض أن كل الـ structures اختفت طبعا ده في الفترة اللي احنا بنكلم عليها دلوقتي اللي انت قلت عليها اللي هي سياسيا على مستوى العالم أو اللي هي الترامبزم that we've been going through أثبتت أن this is actually not true أنه لسه فيه structures وأن الـ structures دي بتعافر جامد بيزاد الـ cycles بتاعة الميل الـ right wing وإن إزاي هم بيحاولوا يغلفوا نفسهم بأن إحنا ده إحنا بتوع conservation والpreservation but it's not really that فهنا بيجي الـ aspect بتاع الـ diversity وده اللي باشمانس أحمد وباشمانس محمد يعني وضحوه جداً اللي هو فكرة أنت بتشيل نفسك من your own point of view أو your own paradigm وبتبدأ تاخد بعضك وتحط نفسك مكان الـ users وأن الـ users دول مش مجرد كيان واحد بلا مسمة لأ دول ناس كتير وفيهم ليهم أغراض يمكن تكون متضربة ليهم تاريخ ممكن يكون مختلف ليهم traditions ممكن تكون مختلفة وأن it's our duty وده اللي باشمانسين كانوا بتكلموا عليه من شوية إن هو واجبنا إن إحنا نبدأ ندرس ده بس هو مش بديل يعني فيه فرق جدًا بين إن هو واجبنا وبين إن هو هو اتجاه بديل وكتير من أسدتنا الكبار يعني لحظاتك ذكرتهم ما يمكن دكتور راسم بدران ودكتور عبد الحليم دول الـ outliers دول مش الأساس اللي موجود إنما السواد الأعظم من أسدتنا في الحقيقة بيكونوا شايفين الكلام اللي إحنا بنقوله ده خيالي جدًا وأحلام الفتى الطائر وحاجات يعني أنا flat out اتشتمت لما عرضت الكلام بتاع الـ social urbanism في منتدى في مرة في الأوبرا flat out يعني دكتور جليلة القاضي يعني وقفت ورزعت على المكتب وشكتمتني ومشي فـ I agree إن هي مدرسة فكرية مهمة جدًا وأنا بحقيكم جدًا جدًا على عرض الأفكار دي بس للأسف محتاجين ناخد بالنا إن هي مش بديهية خالص وإن إحنا we have to advocate لها إحنا محتاجين ندعو لها مش إن إحنا نفترض إن هي كده كده ده اللي مفروض يحصل يحصل صعب جدًا جدًا ويزداد في الفترة اللي إحنا فيها مع موجة الـ right wing اللي ماشية في العالم كله واللي هي inevitable في الحقيقة يعني إحنا لو بصينا على التاريخ بنلاقي إن cycles بتاعت الـ right wing أو violence أو extremism حسب كل فترة كانت تتسمى بإيه؟ بس هي كده كده بتيه ومش هتتكسر غير لو إحنا اعترفنا إن اللي إحنا بنطالب بيه دوت مش بديهي لكن مهم فده ده الدور اللي إحنا بنتكلم فيه أنا أسفة جدًا إن أنا طولت وإن أنا يعني دخلت غلست عليكم في الندوة بس مرسي جدًا وأشكرا جدًا يا بشمان طهر على المواضيع العظيم مرسي سلام عليكم شكرا جدًا جدًا يا دكتور نورهان يعني بصراع دكتور شايمة عشور معي أنا هو طريبًا خاصة يعني في دلايا عندي في الصوت شكرا جدًا بشمالش علشان الناس مرب الإنسان والمحيط العمراني وده كان نقطة مهمة جدًا البساطة في التصميم أو الفورم اللي ما بيأسمبر وإزاي إن إحنا فرضنا حلول معمرية بحيث إن المشاريع اللي قدمها بشمهندس محمد إزاي إن إحنا نرتبط بالطبيعة أو إن إحنا نفعل الطبيعة والماتيريولز اللي ما استغلناها في النهاية تخدم المكان أو الحيث بتاعنا من غير إن إحنا نقدم فورم معقد أو ما نبنيش أفكارنا على بس بساطة يعني هي مجرد بساطة التعبير دي نقطة هيلة بصراحة جدًا في المشاريع مش معنى كده إن إحنا حطينا حلول ببساطة وصلنا فكر وأثرنا أو ربطنا الإنسان بالبيئة بتاعته دي حاجة كانت جميلة جدًا المشروع اللي كان مقدمه بشمهندس أحمد وطبعاً أنا من استغرابة يعني إنهو وصل للستة وتلاتين يعني ينهربية يعني لأ ده بصراحة المشروع كان رائع أنت وصلت للبي آي أم وبرامج جرسوبر وكل دوة يعني لأ كان يستحق بصراحة أكتر من كده بس أنا مش عارفة برض تقويم المشاريع قبلي بس كان يعني لفت انتباهي قوي نقطتين أول حاجة حرصك الشديد أو الحرص التيم إنه هو يشتغل على الزكرة للمكان ورفض إنه هو يترك أو يهدم التراء الحاجة أو المبنى القديم دوت لا ده أنا هترجط إن أبني حاجة جديدة لها تفاعل مع زكرة المكان والماضي بتاعه واطلع للعصر الجديد بزكاء دي حاجة كانت بصراحة مفاجئة ليا وتفعيل كمان النشيد أو الكلمات الوطنية ككونسبت معاك بصراحة كان مشروع هائل جدا وأنا مش هطول يعني لشان زميلي برضو وشكرا جدا على المحاضرة الرائعة دي قد شكرا جدا شكرا دكتور مين مش مهندسة هبا يعطيكم العافية جميعا أنا هبا بطاين المهندسة خارج 2020 من الأردن شكرا عطيكم العافية بم أريبي على المحاضرة عندما مفيدة ومستفيد منها كان عندي سؤال للمهندس محمد زكي يعني بداية أي مشروع يعني لما بتبدأ في أي مشروع بالذات يعني لفة انتباهي مشروع السينيقال وكيف انتم ماخدين فكرة انه انتبتكم تستخدم من المتيري للمنطقة وبتكم تاخدوا فكرة المكان أصلا ويكون إشي مش غريب على الناس كيف بداية أي مشروع بشو بتفكروا يعني شو هي النقطة الأولى اللي بتدرسوا فيها أي مشروع وشكرا لكم يعطيكم العافية أتكلم والله آه تحضر يا باش مانسي آه هي الفكرة كلها في الأساس يعني هي كانت مسابقة معمرية ويتقدم أفكار كتير في المسابقة دية فالبداية كلها انت بتشوف احتياجات الناس إيناك هم كانوا حطين برضو كيس استادي اللي هم طلبينه وانه هم عايزين يستخدموا المتيري المعينة ببودجت معينة كمان هم حطوا مقايسة للبودجت اللي محتاجين أنها ما تتعداش آه في بداية المشروع كل ده بنحطه في بالنا بنشوف كيس استادي بنشوف مشاريع كوينة قبل كده إزاي ممكن نستخدم اللوكال ماتيريال طب هم محتاجين إيه بقى يعني كسوشيال بقى هم محتاجين إيه بالظبط مهلا هم محتاجين حاجة يعني أكيد لو هنعمل مدرسة مثلا في أي مكان تاني غير استرغيل هيبقى مختلف عن الاتكون يعني هما عندهم بالنسبة لهم مهم جدا أن يكون مكان فيه حرة فيه تعليم حرة فيه وتعليق وفيه برضو إزاي تتبيه الطيور يعني هما كانوا حتى ذكرين أنهم عايزين مكان يربوا فيه طيور فده كانت مهمة جدا أن نشوف الاتكون اللي محتاجينها ونحاول نوفرها بالـ بالـ اللي موجود في المكان بحاجة أنهم سهل أنهم يتكونوها بعد كده أنهم يبنوا يبنوا بعد كده بنفس الطريقة وهو فعلا يعني في السنغال هما بيستخدموا الطرق دي بيستخدموا سندباك بيستخدموا الرامي ديرس بيستخدموا المط بيستخدموا البرك عادي بيستخدموا كل الكلام جاك أرش والأرشاط والأوباب والحاجات دي كلها فهي بالنسبة لهم يعني يعني حاجة سهلة أنها تتبني وتبقى ساستنابلة أنهم تتكونوها بعد كده يعني شكرا يا بشمانس محمد بشماندس السيد عمر موجود هل رفع يدو بس كلمة مش موجود طيب وفي طلب هل ممكن يمكن الحصول على مادة مشروع مجرى العيون هل أنتم يعني ممكن تشاركوا مشاريعكم أو يعني في مثلا تدو لينك للبوبليكيشن منتعة مشاريعكم يعني بشمانس محمد أو بشمانس أحمد ما فيش مشكلة ناسبها يعني هبعتها على الشات طيب طبعا أكيد ما فيش مشكلة ناسبها على الشات مش مشكلة الموضوع بتاع البابليكيشن والمجلات والحاجات بتاعة المشاريع كلها مجيش مجيش تمام فيه سؤال من بشمانس أشرف بيقول كيف نصل المتطلبات المجتمع وهويته في منطقة مثل الليتوينيا غير طلبات غير طلبات وراء وراء الدكتورة المشرفة عن المجستير خاصة في وجود مسابقات عالمية هل يتوجب زيارة المكان أو أن الثقافة تكفي لتحديد المطلوب إجابة بتاعة السؤال دوت هي الفكرة أن زي ما قلت لكم في الأول هي الرحلة يعني هو كان في عوالم مرة الموضوع بتاع المشروع دوت موضوع الناس اللي هناك موضوع أن احنا أصلا ما اكتشفناش الثقافة بتاعة المشروع دوت وأن الناس نفسها مش حابين إلا لما روحنا ولاقينا أن الناس بيرسموا عليه الرسومات ما بين الأبيض والأسود وأن الأعمدة مرسوم عليها رسومات فما بدأناش إن احنا نحس الموضوع دوت الأول كنا قاعدين مع ناس روسيين هناك وكنا بنكلمهم في الموضوع دوت كان بيقول لك كليتوانيا ما بتحبش الاتحاد السوفيتي فإحنا بالنسبة لنا كنا واضح لنا أن الأول كده من قبل ما نسافر لأن احنا كان معنا في إيطاليا كان معنا ناس فكر أوروبي شوية أو فكر روسي شوية أو فكرة الاتحاد السوفيتي شوية هم بالنسبة لهم كلهم كدول بيتكلموا روسي ومعندهم شئية مشكلة لكن الفكرة هل أنا بالنسبة لي قابل أن أنا مش حيطة أن أنا مستعبد أو محتل لا حيطة أن أنا اسمي مع اسمك مش اسم مختلف يعني مثلا كان واحد صاحبي من أوكرانيا كان يقول أنا بالنسبة لي أوكرانيا وما تقوليش أن أنا روسي مع أنه هو كان في الاتحاد السوفيتي وكان معندهم مش مشكلة خالص وبيتكلم روسي أكتر من يعني لما بسأله أنت عندك في دولتك بتتكلم أوكرانيا يقول لي قليل جدا لما بتكلم أوكرانيا لكن أنا أصلا وأنا وأهلي والأوكرانيين كلهم بيتكلموا روسي لكن المشكلة دي كلمة أن أنت كدولة تحت مكان بعد أن ما حصلت على الاندبندنس بتاعتك فكان لازم أننا نزور المكان الموضوع ما كانش الدكتورة نفسها كانت إيطالية ما كانش معلومات من الدكتورة على قد ما هو كان على قد ما هو كلام مع الناس قعدنا أسبوع هناك أنا وواحد زميلي قعدنا نسأل الناس قعدنا بصراحة بحس أن في كل المسابقات اللي دخلتها في مسابقات ارتبطت بالشارع وارتبرت باللوكلز حسيت منها أن أنا طلعت أحسن من البروداكت اللي طلعته من رأية وثقافة وعرض مشروع خصوصا أن المسابقة ما بتظهر لكش كل حاجة يعني ممكن تقول لك معلومة بس المعلومة دي من وراها حاجات مش هتعرفها غير من الشارع هناك ما كانوش قايلين أن المبنى دو تتشعب هناك بعد ما نفست المسابقة دي وزورة المكان وقفت على الهيل نفسها ووريتهم الصورة بتاعة المبنى الجديد اللي أنا عايز أبنيه هو نفسهم انبسطوا بحاجة زي كده وكانوا يعني متفقلين بالمبنى وكده أنا عايز أقول أن المسابقة كانت فعلا مختلفة تماما بعد الزيارة عن قبل الزيارة ما كناش وصلين للفكرة ده بس بعد الزيارة وصلنا للفكرة تانية خالص بس في سؤال الكتب هنا من بس مهندسة شرين هل من المفترض أن هذه المشاريع تتعالى على المادية أو المترياليزم كما ورد بعنوان المحاضرة أما لها تنفي المادية السلام عليكم أولا أعرف بنفسي الأستاذة مبروكة فلاح من جامعة عمر المختار ليبيا الحقيقة أشكر المحاضرين لأنهم قدموا محاضرة رائعة جدا وأشكر جميع القائمين على هذه المنصة حقيقة نحن نفتخر بمعماريين عرب بهذا المستوى لديهم القدرة على التعامل مع جميع الثقافات لديهم إلهام وقدر على التصميم تصميم فعلا عمارة للإنسان في جميع المواقع لا تختصر على مواقع محلية بالنسبة لهم وهذا دليل على سيطرة المعماري حقيقة أنا قرأت في هذه التصميمات تحليل وقراءة لروح المكان هذا ما مكن المصمم من تصميم مشروع بلغة قابلة للقراءة بدرجة عالية من الإنسيابية سواء للمكان أو للمستخدم أعتقد أن محاكات المكان هي ترجمة ذلك فيما حقق الربط ما بين القديم والحديث كذلك لاحظت أن تم تطبيق يعني العديد من عناصر الاستدامة على كافة المشاريع نحن نعلم أن يعني أدق نقطة في الاستدامة هي The Problem The Problem Is The Solution في التصميم التي شهرتها خصوصا التصميم في أفريقيا فيها درجة عالية من يعني من تحقيق الاستدامة واستخدام المواد المحلية وفعلا كانت الحلول هنا هي التي صنعت المشروع وأحب يعني أشكر جميع السادة القائمين وشكرا لكم بارك الله فيكم جميعا شكرا لكم بشماندسة مبروكة طيب نسيت سؤال خلينا نرجع للسؤال الثاني اللي هو بشماندسة شيرين هل من المفترض أن هذه المشاريع تتعالى على المادية كما ورضا بين المحاضرة أم أنها تنفي المادية هل هي تنغي المادية نشاهدين ايه مش واصل للسؤال يعني هي الفكرة كلها أن المادية والجمالية ديت أن نحن بالنسبة لنا نفكر كيف المبنى جميل أو كيف ندفع فلوس في المبنى الفكرة أن نحن هل هل نحن في اتجاه هل الموضوع هنا كان في اتجاه أن نحن نعمل حاجة المادة فيها كتير أو الحصول على المادة هو السبب والجمالية أن نحن نحن نطلع على شكل جميل أو هل الموضوع كان فيه وراه حاجات تانية كانت هي أهم حاجة في دراسة المشاريع وراه من أجل من أجل من أجل المشاريع المعروضة كانت رايحة في اتجاه أننا بعاد كل البعد عن حيث أننا كان أهم حاجة الهدف لدينا أن نبني مبنى جميل أو أن ننطلع مبنى يكون شيك أو يكون مبنى الماتيرياليزم بتاعه كما ورد في السؤال يعني أن نحن نهتم بيه قوي لا نحن رايحين في حيث التاريخ رايحين في حيث الدين رايحين في كذا كانت فعلا رايحة في حيث المشروع ما وراء الحاجات فأحنا أي مشروع زي ما كانت تقريبا الدكتورة بتقول من شوية اللي هي حيث إن إحنا بنروح في حيث الاجتماعية لأ ما الاجتماعية موجودة بس لازم نروح لها يعني هي مش بديه بس في المحاضرة هنا كنا بنتكلم في حيث إزاي إن على قد ما نحن بنتكلم في الاجتماعية بس نتكلم إن إيه بقى المبنى وإيه وراء إن نحن نجيب فلوس ما مشروع في الدنيا هيتعامل هيتجيب فلوس ماشي لو إنت غرضك منه فلوس بس إحنا كمعمريين بقى دورنا إحنا راحين لده ولا إحنا بنحاول نرجع للسوريشيالزم أكتر ووحاية الاجتماعية أكتر بس بشمونس محمد عندك تعقيد هو يعني الكلام بشمونس أحمد مظبوط 100% بس هي تأكيد للكلام وأن هو إن مش يعني عايزين نعمل المشروع يجيب فلوس يبقى معناه أننا نعمل حاجة يعني زي ما احنا بتشوف دلوقتي مثلا بحاجات ما يعني ما تمشيش مع البيئة بتاعتنا لأن إحنا في الآخر بنلاقي مشاكلها بتظهر بتظهر سواء حرارة عالية زي كرتي نقول الحاجات دي حرارة عالية منغير ما نعمل لها معالجات اللي تمشي مع البيئة بتاعتنا فهي مش معنى أن المبنى يكون يعني لوكل أو يكون مثلا مبني بطريقة معينة إن دا بيجيبش مثلا الفلوس أو ويجيب العائد بتاعه كل مشروع من المشايع ليه غرض منه سواء غرض استثماري فأنت بتكون جزء استثماري في غرض اجتماعي فأنت بتكون غرض اجتماعي لي ما بين الاثنين فأنت بتوازن ما بين الاثنين فهو يعني مرتبطين ببعض أكتر أنا يمكن أحب ويمكن أضيف حاجة يعني ويمكن إدالي المشاريع اللي بتطلع دلوقتي اللي هو مثلا زي الاسكاني الاجتماعي يعني مثلا أنا كشخص ما عرفش إذا كنت أنا لو تحطيت مثلا جوه منطقة مثلا من المناطق اللي هي الاسكان الاجتماعي إذا كنت حاضر أتعايش مع المنطقة دي ولا وده يمكن بالسبب اللي هي الشكل اللي هو زي ما قلت يا بشمونس محمد اللي هي الأشكال الخرصانية البوكسات اللي هو العلب السندي اللي بقت مخطوطة دي ففكرة المادية لها زي المتس أو لها بوردر معين يعني 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 فكر الماديات في فرق ما بين الماديات والجماليات يعني الاستاتيكس والمترياريزم الاتنين الاتنين دول في خط رفاية قوي بين الاتنين دول للتعايح للتعايش معاها فهنا الاتنين انه هل ان انا عشان عملت حاجة كدزاين بتخدم هل بقت اجتماعية اجتماعية المشروع ابن بيتك طبعا ابن بيتك ده اصلا يعني هو بيعتمد في الاساس عن جود الذاتية وعلى المشاركة مع السكان وعلى الحاجات دي فأعتقد من ناحية الاسكان صعب قوي تعمل في مصر يعني يعني حتى زمان خلص ايام مشاريع البنك الدولي وكلم كان يعني مثلا المشروع اللي هو الكورهاوس كان يشتغل يتعمل في سمعالية وتعمل في العش ولموضان وتعمل كده اي حاجة بيخش فيها السكان في مصر للأسف ما بتبقاش منظمة يعني حتى الاستبيان اللي بيتاخذ آراءكم فيها بيبقى آراء مختلفة جدا وانا نفسي لما عمل استبيان جوا بني تجد لقيت ان كل واحد برأس يعني معرفش هي ممكن ثقافة معرفش أو حاجة انه مفيش اتفاق على معايير واحدة أو احتياجات واحدة والعام الاقتصادي هم جدا في التصمير في مصر ففكرة انت تايما حاجة انت تعرف يعني الناس اللي هم اللي عايشين أو مبسوطين أو كده مش يعني صعبة تبقى موجودة في مصر يعني هم المصريين بتبستوا قوي لما يبقوا في الكرة والحاجات دي كل واحد يبقوا بنفسه من أول وآخر وما يكون ش فيه أي قوانين أو أي حاجة معرفش الكلام اللي بيقول دعيني أو لا بس يعني من خلال التجربة يعني والاستبيان اللي أنا كنت عملته والدراسة بتاعتي ممكن يتعامل الموضوع ده مثلا في المباني العامة في المباني اللي هي طبع الحكومة ممكن مثلا الموظفين مثلا نمأ السكان أو ناحية من ناحية الإسكان صعب جدا لأن جوه الشريحة في المجتمع يعني جوه الشريحة الوحدة احتلتهم مختلفة وأراهم مختلفة فأنا أحبت أحضر الهند معرفش يعني في إفادة ولا لا خير شكرا شكرا يا بشمانتسة بسمع يعني لو ما فيش حد تاني عنده أسئلة يعني أحب كده أن أنا أشكر بشمانتس محمد وبشمانتس أحمد على المشاريع الرائعة والمجهود الرائعة اللي أنتوا قدمتوه بصراحة يعني أنا بقول أن دي نقطة بداية لحاجات أحسن بعد كده ويعني أنا شايف إن شاء الله يعني الترند يخش كمان في سوق العمل ويخش بعد كده يعني ممكن حتى يعني في التعليم المعماري ذات نفسه يعني لو ينفع بعد كده يعني ممكن نعمل ندوة بحلها على الموضوع التعليم المعماري ذات نفسه كده ما هو الوحده يعني 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 نحن كده بنختم يعني ندوة الدين النهاردة بشكر الناس كلها لحضرت وبشكر بيم إربيا ومباش منص عمر سليم تاني على الاستضافة الجميلة النهاردة وبس يعني أنا أحب لو حد بعد كده مثلا عنده وسئلة وعنده استثارات ممكن يتواصل معنا ممكن مثلا في ميل أو مثلا من خلال صفحة ديماريبيا أو أيها أيها لو حابين تشاركوا يعني رشمانس محمد أو رشمانس أحمد الإيميلاد بتاعتكم أنا هكتبوا هنا علشان إيه لو حد عايز يعني أتواصل معي يعني شكرا لكم جميعا ويعني إن شاء الله نتقابل تاني في مناسبات قريبة وفي فانت تاني وبس ما عليش بعد أخرنا عليكم الساعة عشرة يعني عايزين أنتم عايزين تناموا شكرا شكرا لك يا طهر جدا على التقديم الميز وشكرا لكل تاني على عبودنا النهار ده وإن شاء الله بإذن الله بتمنى يعني إن إحنا دايما كده نبقى اللقاء ويبقى كل اللقاء كده بيقدم معي ممكن تاني